اه تضل. احنا بس يعني عشان ندأ اساسة بعنا. اه ماشي. اه من ضمن الماركتينج بذات. انا لسه عارف حاجة في الماركتينج حلوة قوي. اسمها يوتي ام لينك. يوتي ام لينك دي اللي هي ايه? انا بتيجي تعملي معينة بتيجي تبعتيها. اه مسلا بالسفايد مسلا جروب وفيكوت. اه اللينك ده اسمه يوتي ام لينك. اليوتي ام لينك ده وزيفته ايه? ان الناس اللي بتيجي يعني اللينك ده تعرفي الحملة اللي انت عاملها او الكمبينات عاملها عن طريق لينك ايه? وتقدر ايه ان نلسس على اللينك ده بس. يعني مش لهو ايه? نعمل اه كامبين مفتوحة. واي حد يجي لأ احنا بنبعد لينكات معينة. اللينكات دي. الناس اللي تيجي عن طريق اللينك ده. نتين نعمل لان انا نلسس لوحدها. دي لسه عارف موضوه ده من حوالي شهرين كده. يعني واحد زمنالتي ماركتينج بردو فلسه بستكشف موضوع بردو بتاع ماركتينج ده بردو معقد بردو. ما بفهموش بردو. لسه. لسه حوالي شهرين. وليدز وحقيقة كده فان شواله خير. انتو بقى يزيين مسلا داخلين الانانسس عشان؟ اكسل. 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 بنسبة 90-80-100-200-100 اكسل. 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 ماشي. ماشي. داخل الانانسس عشان? داخل الاتا انالسس عشان? فريلانس ان، اشجال على فكرة برضو. فريلانس ان شاء الله خير. اه اه اومر؟ ماشي. هو الرئيس هذا لاحقا لا على سبي holiness مثلا رائع مع المتج Civil الآن عندما حصل الى شئ . 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 سيكون أول شيء إن شاء الله في Data Analysis ماذا هي Data Analysis؟ ال Data تكون عبارة عن مجموعة لا يدفع أنها تأتي لك مثلاً كمعينة واحدة مثلاً تقول له أنا عندي مثلاً صنف مثلاً ببيع منه مثلاً مئة كطعة أو مئتين كطعة أنا عامل الانالسيس عشان إيه؟ يعني أنا عامل الانالسيس على إيه؟ هو صنف واحد فلازم بقى كذا جروب مليان من كذا صنف عشان أقدر أعمل الانالسيس على إيه؟ ما هي الحاجات التي تبيعها أكثر؟ ما هي الحاجات التي تبعها؟ ما هي الحاجات اللي ممكن الحاجات اللي ما بتتبعش كتير و هكذا نقدر نحن نشتغل عليها هي دي إلدات الانالسز يقولك اول حاجة في التعريف ان هي بتكون مجموعة مش مجرد رقم واحد و تاني حاجة ان هي بتكون مميزة يعني قلتك الف واحد كلهم طول زي ما انا قلتك دلوقتي يعني صنف واحد يميع منه مية قطعة فدي مفيش حاجة مش نعرف نعمل عليها انالسز ولا اي حاجة ايه هي قلتك بداية الانالسز وسيلا نحن نشتغل target الانالسي 80am شيف LIKE كل شهور نستطيعنا نعمل عليها fizeram خلال شهر لو شر لصبك تoptح يبقي بصف ولك فراع نعملهم مثلا فيجولايز زي ما انت كنت تقول. ايه هي الانالسيس بروسيس. لما يجي مثلا مديرك يجي يقولك انا عايز يا محمد مبيعات سنة اثنين وعشرين عن منتج زي كاتجري مثلا زي او الهوم اتلاينس او الهوم اتلاينس او جيبه ده السؤال. انت عايز ايه؟ انا عايز مبيعات سنة ثلاثة اثنين وعشرين عن الهوم اتلاينس فابتدي اعرف السؤال هوي. بعد كده اجيبها من ايه؟ هل فيه سيستم معين يقدر نجيبه؟ هل فيه الداتة دي كلها متخزينة على الاكسل؟ عشان للأسف فيه شركات لحتى الان ما عندهاش داتة بيضة. يعني مش كل الشركات بتبقى كل شغلها على اي ار بي سيستم لو تعرفوا اي ار بي سيستم اللي هو زي اودو او ساب او او اوريكل او سيلز فورس مش كل الشركات كده يعني فيه شركات بتبقى كويس ها؟ مزاكر صح؟ مزاكر او ها؟ مش كل الشركات عندها اي ار بي سيستم. اي ار بي سيستم ده منظمة كبيرة جدا فيها كزا مديولة. فممكن تكون الحاجة على الاكسل ممكن الحاجة تكون على 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 داتة بيض ممكن انت بقى تشوف الداتة دي هتكليكت الداتة دي ازاي؟ بعد كده الستيب سري لايه بقى الكلين وده بقى من اكتر الحاجات اللي تقابلنا في حياتها كلها يعني في الكورس ده شغطة ده يعني حد بسولة حرجة. فيه حاجات تبقى دوبليكت فيه داتة تبقى متكررة فيه داتة بتبقى ميسنج تبقى فاضية فيه داتة ما بتبقاش في نفس الكولوم أوتلاير أوتلاير أوتسايدر أوتلاير أوتسايدر أوتلاير 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 انالييز الداتا بتاعتك. تشوف انت عايز تجيب. ما انت ممكن تجيب داتا كتيرة جدا وبعكية تشوف الداتا بتاعته 28 او 23. بعد كده الستفايف تعمل طبعا الديجولايز. ودي بستخال دي اخر حاجة خبص. يعني فيه قبليها ضرب نار. وضع كبير. ايه هي الطيب صوب داتا. في عندنا فور طيب صوب داتا. الديسكريبتر اللي هي انا جايبها لكم كامثلة يعني مش عايز شرح بصراح من احنا بانا مثلا بادأ. احنا بيعنا مثلا المثل. warmth ouvreنا الشركة ملابس بتجمع مصها تخدمه. ف� sí dividend wirир n ваш think يحنا احنا بيعنا النهاردة. الشهر ده مثلا بمليون جنيه. التحليلي اللي هو DiaGnostics. ده كده دة الوصف ده اللي هو Gospel left with the product deal. وال Nicholas يحنا بنقول له يه پاديم احنا بيعنا نصارة للنهاردة ب insgesamt الف جنيه. ب 200.000 وهكذا. طب قد 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 اقوله علا فكرة باذا فقط قد 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 قام لكن لا تعرفين من أسامي النظرية مثلاً الشهر اللي فات بيعنا بـ 200 ألف جنيه الشهر اللي بيعنا بـ 100 لماذا؟ فعامين نصيب؟ هذا الـ Diagnostic لماذا؟ وريني كده مبيعات كل يوم عاملة كيف؟ وريني كده كده؟ ذه الـ Diagnostic بزفر اللي هو أنت بتنزل جو دي بأكتر اللي هو الـ Diagnostic اللي هو أنت بتسأل لماذا؟ لماذا احنا ما بيعناش ذا الشهر اللي فات؟ مع أن المتوقع اللي بيعيه هذا الشهر أكتر هذا الـ Diagnostic انا حضرت لكم أمثلة لها الـ Predictive اللي هو التنبؤ مثلاً تتوقعوا مثلاً تتوقعوا الشتاء اللي جاية هل هي شتاء سائع أو سواء؟ أو عادي؟ تتوقعي؟ سائع زي زمان؟ ولا سائع اللي هو العادي؟ تتوقعي بزلي احتباس الحرارة وتغيير المناخ والكلام ده ما توقعش أنه يبقى سائع ما توقعش أنه يبقى تلك فبالتالي الهدوم الشتوي وليس هيكون عليها الإقبال الشديد لها تفهم قصد إيه؟ فده التنبؤي أن أنت تكون عامل حسابك لبعد كده إيه اللي هيحصل؟ يعني مثلاً مثلاً شعر الثلاثة شعر الثلاثة ايه المناسبة التي توقع المشورة فيها؟ عيد الأم؟ بالضبط عيد الأم في عيد الأم تبقى الناس مجهزين له من شعرين فاته لو أنت مثلاً تبقى مجهز لشعر الثلاثة ده في عيد أم فلازم عندنا ستوك في الشركة فلازم عندنا الحاجات اللي هي عشان نبقى مجهزينها بحيث ساعة عيد الأم الناس كلها تيجي تبتدي تشتغل عليها فاهمين قصد إيه؟ بالبرتكتب فيه بقى البرسكريبتب اللي هو التوكي طبعاً عيد الأم هيبقى أفشار ثلاثة فنبتدي مثلاً نجهز الداتة بتاعته نجهز مثلاً لو فيه مثلاً أغلبية الناس اللي بيجيب عيد الأم بالنسبة لنا عشان شغال في الريتيل بيشتغلوا أكتر على يعني بيشتغلوا على الخلطات الهند بلندر الحاجات الصغيرة يعني فيش مثلاً حتى بيجيب لولدته مثلاً تلاجة أو غسالة مش كتيرة يعني فهمين قصد إيه؟ فده بيبقى النتيجة إيه؟ نتيجة اللي انت بتبقى عامل النمسيس قابليها يعني مثلاً بتكون مثلاً جايب السنة اللي قابليها مثلاً في شهر ثلاثة السنة الثلاثة وعشرين بتشوف إيه اللي تباع وتعملوا في شهر ثلاثة اربعة وعشرين او تزود عنه شوية الفرق ما بين الداتا انجينير وداتا انجينير حد هنا الداتا ساينز ولا انجينير الداتا انجينير من الآخر ده اللي بيعمل بتاعت الداتا يعني انت من الآخر انت انا عايز مثلاً اعمل الداتا بيزو وكذا هو اللي بيبنيلك الداتا بيزو بتاعت الداتا وده بعيد عننا احنا خالص يعني ده بيبقى بيعملك داتا بيزو وحاجة اسمها اي ارديو وحاجة كده معقدة بتبقى في الداتا من جوا دي ما نشوفهاش خالص الداتا ساينز الداتا ساينز تبقى اعلى شوية من الداتا انجينيز اللي هو بيبقى عنده داتا اكتر اللي هو بيشتغل على التحليل التنبؤي اكتر يعني هو بيبقى شغال على ماذا هيحصل في المستقبل بيعمل ماشيال learning وبيعمل زي نظام واكذا ماذا الشغال في المستقبل ماذا هيحصل في المستقبل ماذا هيحصل؟ ده بيبقى بيشتغل على اللفاء وبيشتغل على الحاضر بيشتغل ماذا حصل في السنين اللي فاته واذا بيحصل دلوقتي هذا طبعا ماذا هنشتغل فيه النهارده اه الداتا اللي بيستخدمها محل اللي بيانات هناك اكسل و SQL و بايسون و فيجوليزيشن و تبقى باور بي اي او تابلو و تبقى البيج داتا و تعدل ملايين حد شاب الاخسل تجد حوالي لو نزل تحت خالص ستجد مليون تمانية وربعين ألف روح البيج داتا تبقى فوق الخمسة مليون وستة مليون فانت الاكسل مش عامل حاجة فيها الاكسل مش عامل حاجة في شغالها اساسة هتعطل يعني ما هتلاقيه هو نفسه عمل لاجنة وقفل نعم بصوا الاكسل اي حاجة دي ان شاء الله هنشرحها ان شاء الله في الكورس بتاع الاكسل في حاجة في الاكسل اسمها باور كويري حد سمع باور كويري ده من اشهر الاتا ترانسفورميشن يلاقي الكلينج بقى والرانجلينج وحاجات كده كتير قوي في الاتا ده بيحصل في باور كويري باور كويري ده بقى تقدر تستخدم او تقدر تأكستراكت عليه ملايين لكن كاكسل كايم ترفيس اكسل اللي انت تفتح الاكسل لا مليون انت على خمسمائة ستممائة ألف هتبتدي يبتدي البنج يعلش احنا ان شاء الله النهاردة ان شاء الله قصف الكورس ده ان نشرح الاكسل والباور بي اي الاكسل طبعا ده بس اجمع صحيح نصيحة يعني ودي مش نصيحة ده فاكت عافية وبالله كosر cog students مثلا انت معك لغة ايه مسلا انجلش يعني من قصد ايه ده حاجة من فاكر ده مش张س فالكسل ده لازم مشتر فيه يعني ما ينفعش لازم لاتعلم لا يجب أن تنظر. هذا منصة بسرعة 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 طبعا أشهر بشكل كوي فهو تشغل كل الشركات سهل جدا في التعامل تستطيع تعمل معاملات حسابية أسهل بكثير او احد اشتغل على بايسون او اسكيبال. كله كودنج. يعني اصلي الاكسيل انتم مجرد ما تكتب equal وتعمل يساوي كذا ده كذا. لكن في بايسون الموضوع معقد شوية. صح كده? لن يمكنك مشاهدة بلسخة. بلسخة 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 بلسخة. حاجات زي كده ده في الاكسيل ان شاء الله ده اللي حنت تعلمه ان شاء الله النهاردة في الاكسيل وحاجة شوية الحاجات اللي انتم رأينا في دانكن دونك. يلا بينا. يلا بينا. هل تريد أن تجربوا شيئا لك؟ حتى لو أريد أن تجربوا شيئا لك فهموا؟ الموضوع يبقى حسنا هذا هو شكل Excel هذا هو شكل Excel ونصيحة أعرزكم عندما تنزلوا Excel تنزلوا 21-24 لأنه قبل ذلك هناك شيئا لن أجدها هذا هو شكل Excel إن شاء الله نشرح هم هم وظيفتها؟ مليانة شيئا أنا أقسم لكم الهوم هنا أول شيئا الكلب بورد في الأكسل أقسم لكم الأكسل اللي جماعة هنا لو طلبت لحظوا ABCD اسمها column وال123D اسمها row والمربعات اسمها سيل عندما تقف على أي مربع من هنا ستجد أن هناك شيئا اسمها جي سيفن لو تلاحظوا جي والسيفن وهو أول حرف من اللوكيشن بتاع السيل اسمها جي سيفن دي هنا التابس اسمها تابس أو شيئس على فجأة يقولك ابعاث لي شيئا اكسل هو ما اسمه شيئا هو اسم وركبوك بس دي لغة درجة كما عام دينا يعني ده كله اسم وركبوك اللي هو الملفك كله اسم وركبوك اللي هو التبات اللي جوا دي اسمها شيئس بس نحن طبعا عشان شغالين بنتعامل كده بقولك شيئا ابعاث لي الشئيئ بتاع الكسل بس هو اسم وركبوك عموم دكتور أيون؟ هو ممكن تحريك بس تشيري السكرين عشان الانلاين مش شايفين حاجة انايس خاضر شكرا 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 كده كده كويس ملو — ألو.. ألو، أئي، hiya دكتور كده تع плохо شكرا 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 الان هذه اسمها الكولنغ هذه اسمها الروم وما نريد التواج tremendo من المغ走吧 ومثلا Lubo بدل ما ادور عليه. بكتب هنا كده. اكس 11 اكس 11. دوست انتر جاب لي. مسلا لو دست مسلا. او يو. انتر جاب لي يعني بكتب الي هو بيوادين عليه. دي طبعا اسمها تابس. دي طبعا اسمها تابس اللي هي انا. دي اسمها تاب. بتقدر تزودها. ان انت تعمل من هنا اللي هي علامة وتعمل لها من هنا delete من هنا كده الى انت تقدر تعمل لها delete وتعمل لها insert ده كده الشكل بتاع الى excel وديه طبعا اسمها ribbon ما عمش تسمع شريط الادوات تسموه شريط الادوات ده اسمه ribbon نعم tool bar لا ده الriburn الغج الي هنا ده الriburn الي هده tool bar الي هم دولت الي هم file و home السلام عليكم هو اسموه شريط الأنوات تقدروا تعطلوا بقى يعني دي تقدر تعمله هنا وفي هنا لما تيجي دوس كليك يمين فيه حاجة اسمها Customize the Ribbon يعني انت هتقدر تعمل Customize للداتا اللي جوا دي فده بيبقى الشكل بالنسبة للإكسل وده كل حاجة لما تيجي دوس كنترول وتنسل تحت خلص هل يقول لك الإكسل اللي اسمه آخر حاجة في الإكسل مليون تمانية وربعين ألف مليون تمانية وربعين ألف ده من ساعة ما انا اتولدت وهو مليون تمانية وربعين ألف انا اكشفت صح يا جماعة الإكسل لان معمول له فيديوهات من تسعين من تسعين سنة التسعين كان معمول له إكسل وكان معمول في حاجة اسمها PowerDog اسم بيه في التيمة وده طبعا لو انت دوس على كلمة فايل هتلاقي ان الفايل ده بيجيب لك ال New لو انت عايز تعمل وفيه Templates موجود عليه حاجات تخص بقى وحاجات تخص في Loan Calculator وحاجات كده كده كتير تقدروا تستخدموها والانفو دي طبعا اللي هو بيجيب لك مين الاثر اللي عملها يعني على فكه ممكن تقفش اي حد بيها لو حد بعيدت لك شيط يقول لك أنا اللي بعته وفيه واحد تاني هو اللي شغاله تقدر بتخش وتعرف مين اللي شغال الموضوع كويس بشر حاجات قديمة بالضبط واللست موديفايد وكده يعني فيه مثلا ناس بتحب انها تاخد شغل الناس فتلاقيه مثلا لكيه لما حد يبعت له شيط ممكن تستفيد من الحتة دي عبرك لما حد يبعت له شيط هو بيتفرض لك على طول شيط فانت بتعرف مين اللي شغل على شيط فإلا وهو بقى يعني اسكا واسكا اللي هو ياخد كوبي ويحطه بشيط تاني مختلف فكده يبقى بالنسبة لنا ان ده هو المؤلف حتى بوصوا اللي هو الاثور بتاع اسم محمد تحسين واللست موديفايد محمد تحسين يعني أنا آخر واحد عليه بس كده منتدي بقى بقائمة هوم دي كده منيجي هنا كده منيجي هنا عند الكليب بورد الجزء ده كده الكليب بورد دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن كوبي وبيست يعني شايفين كلمة محمد دي كده لو انا دست كليك كونترول سي وجيت هنا كنترول في خلي نسخة باللغة العربية نسخة كربونية اللي هو خد نسخة كربونية من هنا لو انا جيت مثلا قد اللي انا مثلا خدت دي محمد ودست كنترول اكس ودست هنا كنترول بي فنقلها يعني شايل مكانها خالص وحطها يعني ما كادش كوبي حتى عملها موف هنا بقى الفورمات بنتر وده المشت المشت ده اللي هو هيفيدكو كتير جدا 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 في شغلوك يا جماعة الفورمات بنتر دي لو حبتش تجل الموضوع ده شايفين كلمة محمد دي عاملة ازاي ما عمشي اللون ده اللون ده بالفونت اللونه ابيض لو دست عليه على فورمات بنتر دي كده ونقلتها على تحسين دي كده بقيت نفس اللون خد نفس الفورمات يعني لو جيت مثلا شايفين فورمات بنتر اللي هي لونها ازرق بالكتابة اللونه ابيض لو ندست عليها فورمات بنتر ودست هنا كده نقلها نقل الالوان بالخصائص بكل حاجة على على السلد لو دستنا بقى هنا في الفونت الفونت دي سهل جدا يا جماعة الفونت دي يعني متهيلة كلنا عرفين الجزء ده طبعا اللي هو الفونت ده اللي هو نقدر طبعا نشايفين الشكل ده نقدر مثلا نختار مثلا اللي هو بكرة نقدر مثلا بدل نشيل اتاليك ونشيل الاندرلاين دي ونخلي مثلا خلفها مثلا بدل ما تبقى لونها احمر نخليها نوفل تبقى ابيض نخلي الكتابة تبقى لونها اسود فاهمين قصد هاي تقدروا 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 في الفونت والبجر والسمولر تقدروا تكبروا في السلام عليكم تمام وتصغروا في الكلمة نفسها وكذا الالايمنت شايفين هنا مثلا مثلا لو دي مثلا على الشمال تقدروا تخلي الكلمة على الشمال او على اليمين جوه السل نفسها نخليها بالنص نخليها يمين الشمال مثلا مكتبها من حتة دي من الجزء وطبعا الرب تكست شايفين كلمة محمد حسين دي مثلا انا كتبت مثلا فيه جملة دي مثلا نعمل كتير 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 الكلمة نزلت تحتها دي كلمة عشان معمولة عليها اكتب الرب دي معمولة عليها اكتب لكن لو شلت الاكتب بصوا بصوا الكتابة تبع امنا زي مفروضة على الصدق وطبعا بصوا لو جينا نكتبها هنا كده مثلا اعجب عليكم حاجة بصوا هنا هنا الكتابة هنا لو انا كتب هنا حاجة وهنا مثلا اخرها وحايل مثلا كتير مش هتشوفوا الجزء ده كله عشان فيه هنا حاجة عشان فيه هنا حاجة قفل عليهم لكن لو انا عملت بصوا امنا دوسوا على كلمة هتلاقي كلام كله نزلت تحت بعضه فمين قصد الشباب انتم معايه؟ انتم معايه صحب لو جيت كتبت كلمة عروض مثلا كده عروض كده عروض كده وعايز اخليها كبيرة فجوة السل برضو محجومة يعني متحجمة اصلا لكن لو انا جيت عملت كده بالمنظر ده كده وعملتها مرج كده وقعدت اكبر كده الكلام وعملت لها ونصغر دي كده شوية نشيل عروض دي كده شوية ونصغرها كده شايفين اصلا ايه؟ انه كده مش خدت سلة واحدة انا خدت ايجي حوالي خمسة ستة سلة فهي دي كده دي اللي هي الربنج تمام؟ فيه بقى اللي هو المرج المرج دي اللي هي الجزء اللي نستعامله دلوقتي حالا يعني شايفين محمد دي؟ لو تلاحظوا محمد دي واخدة من الكولوم اي والكولوم بي فهمين؟ المفروض السلة تبقى في الكولوم واحد بس صح ولا غلط؟ ولا سلام عليكم؟ تمام؟ فايه بي؟ لو تلاحظوا هنا لو انا جيت كدبت هنا مثلا اي حاجة هنا كده دي هنا او انكلود للجوة الكولوم ده لكن لو انا جيت عملت دي كده وعملت مرج هتلاقي واغدة كزا سل ثلاثة سل او سل واغدين كلها مرج تمامين كده؟ تمام كده الكلام كده واضح؟ طبعا الجزء ده بصوا شباب الجزء ده مهم جدا 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 حتة دي احساكم بس ركزوا معي في حتة دي لو سمحتوا حتة النمبر دي اللي هو الجزء بتاع النمبر ده النمبر ده ده بيشكلك او بيعمل كاستنج لسل نفسك هوريكم ازاي؟ شايفين دي مثلا كده الرقم ده انت متعرفش والرقم ده ايه؟ ده رقم ده مليون ولا مئة ألف؟ ولا مليون او مئة ألف؟ صح حالة قريبة كده؟ طبعا انا عرفها ازاي؟ لو انا جت هنا اخترت بدل جنرال واخترت نمبر فعمل هالي اللي زودت لي عليها تباسم اللي هي العلامات العشرية اللي هي واحد من مئة و واحد من عشرة و اثنين من عشرة و هكذا بس انا لو عملتها مثلا بدل نمبر قلب هالي خدت بالكو ايه؟ الرقم ده كم مليون مش مئة قلب القلب هالي اللي هي ايه؟ اللي هو بيجيب لك المحاسبين لو لحد شغال محاسب بيجيب الرقم ده بيحوله و يكتب جنديه كمان العملة بتاعته ففيه طبعا عملة الدولار دي اللي احنا عملنا ممكن تختار طبعا بقى تبقى اكتر من عملة خالص انت يعني فيه احنا العملة بتاعت اسمها اي جي بي اي جي بي اي 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 لو اخترت اي جي بي و دوست اوكي قال لي ان دي مليون اي جي بي و لو انا احيز مثلا اتقشيل اللي هو اللي هو لباعد العالمات العشرية فيه هنا دي اسمها و انكريز الدسمال يعني دي كده اقلل الدسمال ذا كده ازود الدسمال الدسمال التي ازود العالمات العشرية فعامين قصد يا شباب؟ بالنسبه لمحاسبين برضه اكتر عشان المحاسبين بيتفلوها بالقروش فعامين قصد يا شباب؟ يعني ما بيجوا يكتفلوا مثلا اثنين وخمسين الف وخمسين قرش او الف وخمسين قرش بيقفلها بالاوروش كمان فهنا ده النمبر اللي احنا لسه اليمنى. تمام شاباب? تمام كيه مشابه? تمام كيه يا مصابا? اه تمام. اه بصوا كده ده كده من مثلا رقم ده. لما نيجي نحول نمبر هيتحول بالمنظر ده. لما نيجي نحوله الكرنسي هيتحول بالمنظر ده. بصوا شاباب لو لو تلاحظوا لو كنتم مثلا 1 2 24 هذا هو نفسه عمل او استكشف ان الكتابة التي كتبها له عبارة عن date فأنا ممكن اقول له ايه؟ خلقها لي شورة date هو كده كده شورة date لو انا قلت له اخلقها لي long date قال لا ده كان يوم الثلاث في جانيوري اللي هو اثنين واحد يعني اللي هو اعملها لي long date تعلمين قصد ايه؟ اي حاجة شباب تيجي تكتبها في اي سل بتكون جنرال الاسل بيحاول اللي هو يتكت الموضوع ده وهوريكم ايه المشكلة هتقابلكم دلوقتي يعني هوريكم دلوقتي مشكلة هتقابلكم دلوقتي البرسنتج البرسنتج ده بقى مثلا تعالوا مثلا نقسم حاجة على حاجة مثلا نقول له مثلا ايه؟ عايزين فيها حاجات فيها كسور مثلا 10 على 3 مثلا 10 على 3 مثلا 10 على 3 شايفين؟ شايفين الرقم ده؟ لو انا كنت عملت دي كده بقى نخليها 100 ساوي 100 على 30 انا عشان اعملها برسنتج نخليها كده قال لي دي 33 في المئة بصوا شباب 33 في المئة دي لما بالمنظر ده كده بقى 31 في المئة قصة دي كاسمه 31 في المئة بيبقى بالمنظر ده لما تيجي تحولها لبرسنتج لما تيجي تنزل هنا كده فيه برسنتج او تخليها هنا برسنتج هتبقى 31 في المئة قصة لانت كده بتحول السل نفسها لبرسنتج تقول له انا عايز الناتج ده لما يجي تحول ما يتحول ما يطلعليش بالمنظر ده كده يطلعلي كبرسنتج يطلعلي 31 في المئة جنبية علامة البرسنتج تعالوا اقول لكم حاجات بصوا عشان اقول لكم ان الاكسل بيستكشف حاجة كده انا عايز اقولها لكم بصوا لما بجي يفتن مثلا اقول لكم اي رقم تليفون مثلا 0 10 22 24 مثلا ودوس انتر خدت بالكم فيش سفر ليه ليه حتى قابلت المشكلة ده قبل كده صح ان الاكسل عشان هو بيفكر بيقول لك ايه ان السفر عشان مال مالش لازمة صح فانت مهما تكتب هنا صفار ومهما زيرو 12 مثلا كذا سفر مثلا زيرو 12 مش يحسبها لك صفر عشان مال مالش لازمة طب انا دلوقتي فيه اكواد او فيه حاجات انا عايز احسب كذا يعني حتى لو كده كذا سفر يعني فيه اكواد كانت فيه اكواد انا قابلت المشكلة دي ان فيه اكواد في روع كانت اولها زيرو زيرو واحد كذا 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 صح فانا عايز اخلي الزيرو ده موجود فطبعا الاكسل عشان بيشوفها كالوجيك فالزيرو هات بيشيلها فعشان نخلي الزيرو ده نعملها ايه نقول له حولها لي كتكست صح انا بقول له قولها لي كأنها تكست راهل لي ايه كان نص اللي انا مسلا ما جاء اكتب مسلا زيرو واحد آآ زيرو زيرو كذا مش هيقراها لي لكن لم اقول له وقافي على الخلية دي وخليلي الخلية دي تكست تكست هيا نص فمهما اكتب صفار هتكون زهر حد اخذ بالو ولا سلام عليكم يعني ما اكتب مسلا هنا صفار كده مسلا اهو ما تكمل هيا دي مشكلة ده عفاكة بتقابل كل الناس تمام الجزء كنت تعالوا بقف الستايلس دي بقى ما هي ايه بص شباب الحتة بتاع تلك السل ستايلس دي بصووا الجزئين دولت عن كونديشن الفورماتك جنعمل لها الوحدة يعني شرح الوحدة يعني حياتكو كلها تبقى فيها بصووا الطاول باedre عميه الستايلس ده هو براعا براعا شايفين الخلاق هنا عامل زيك شايفين قصدي السل دي عملة زيك فاضي خالص يعني ده الديفولت. طب انا عايز اعمل لها شكل. بصوا نتيجة هنا. تعمل لها شكل مسلا اللون ده. اللون ده. مسلا انا عملها لكم هنا كشكل يعني مسلا مسلا كاتب هنا مسلا احمد. اه مصطفى مسلا. مصطفى عمر. فتعنا نخلي بس الكلام ده كله كبير زي ده كده. مسلا خلي احمد ده مسلا ممكن اخلي ستايلس ده مسلا بتاعه مسلا يخليه مسلا باللون ده كده. ممكن عمر ده مسلا نخليه باللون ده كده. ممكن معرفش اه اه ازق مصطفى او ممكن اخلي مسلا اه عمر باللون ده كده. فهمين قص دي? ده ده يعني زي ايه سينز كده او ستايلات عاملها لالكسل عشان ايه? لو انت عندك ريبورت كبير فانت عايز تعمله. اه تمام كده يا شوار? هنا ده شكل تيبل. اسمها تيبل. التيبل ده بيبقى عبارة عن ايه? التيبل ده اه بيكون ان انت تقدر تعمل اه تقدر تعمل استايل التيبل. لما تبصوا لما جاءوا فينا كده. فيش حاجة بتظهر هنا. خدت بالكم اندي. فيش حاجة هنا. لكن لما جاءوا فينا في حاجة اسمها تيبل ديزاين ظهر. خدت بالكم الحيطة دي. التيبل ديزاين ده بتقدر تماما تعدل فيه زي ما انت عايز كده تقدر تشكله تعمله كل حاجة. التيبل ده هنشرحه قريب. تمام? اه ده مثلا نخليه بالمنظر ده كده. تمام? نخليه مثلا هو ده كده شكل بتاعه. وفيه حاجة اسمها فورمات ازا تيبل اللي انت تقدر الشكل ده تقدره تغييره. تمام? طبعا دي السلز احنا كده شرحناه. حين تقدر تعمل الكزا صورة. جوه الاكسل. اه وفيه كمان اه اكسلات بتبقى اللي هو البرج الاحد السلطنية 65 وكزا. بيبقى تعمل للصورة جوه السل نفسها. يعني جوه السل. يعني بدل ما تبقى فوق السل كده تبقى جوه السل هنا كده. فهمين قصي شباب? تقدر تعملها زي تيجي هنا كده. تدوس ي 재ves insert. في هنا اسمها بكتر. في اه بيس انسلم اهي كمان دي موجودة كمان في عشر ليس انسل اهي. زيس مثلا نقول مسلا عايز صورة مسلا خدت بلكم اللقطة دي. طب تعال مشsh organizer في هذه كده مسلا bachelor. إنتم تبقى سلية تبقى فوقيها تمام ونيجي نعمل دي كده ونيجي مثلا نختار مثلا اكسل هي دي بقيت فوقها هيتقدر تحركها براحتها فاهم عظيم لكن دي متعاش تحركها دي جوه السل نفسها فاهميني كاشا بقى ودي تقدر طبعا تعمل لها تقدر تعمل لها روتيشن وحكا كسا بس كده كونديشنال فورماتين بقى استكدام بص شباب دي بقى هيا الترجمة بتاعيتها اسمها التنسيق الشرطي كونديشنال فورماتين لو انت بتستغرين اكسل وهي حد تاني بتستغرين اكسل بتستغرين اكسل صح؟ كونديشنال فورماتين دي قد تفعل كتير اقوم ركز بها في اللي انا اقول لك ده عشان الموضوع دايفل اكسل لو انت بتستغرين مش انتش هكلا في السل صح؟ فبقى عندك مثلا حاجات اللي اقلم التارجت ممكن يعمل لها خلايا الواني اقل من افرج اليوم يقول لك البيع ده من افرج اليوم هوريك دلوقتي الشكل موضوع دايفل معكم جد انا يا شباب وضعش واضح موضوع دايفل معكم اكسل بص شباب الكونديشنال فورماتينج دي هي دي كده انا بقسمها لكم هنا يعني انا انا فاردها لكم اللي هي اللي موجودة هنا ده كله انا فاردها لكم هنا كده يعني انت اللي حطت الشرط بنفسك فاهمين اصد يا شباب يعني انت حطت له شروط فهو يبتدي لو ارى الشرط ده يبتدي يروح يلون عليه تمام؟ يعني مثلا من دلبينا الاتفل اول حاجة اسمها هايلايت هايلايت يعني ايه هايلايت يعني اعلم يعني اعمل لها اسفر كده اعمل لها هايلايت هايلايت دا بقول له ايه مثلا رواية تباية بتاع المواصفين لما اجي اعمل كده هو اقف على العمود كله الكلوم كله اقف على العمود كله وادوس على كلمة highlight دي كده وقول له انا عايز المرتبات اللي فوق الثلاث تلاف جيني اجوف هنا كده وقول له اعمل لي كده highlight greater than وكتبله هنا كده ثلاث تلاف خدت بالك عمل لي سواء نقلم على دي كده عمل لي دي كده greater than فوق الثلاث تلاف خدت بالك وشيء اعمل ايه عمل لي كل اللي فوق الثلاث تلاف كل اللي فوق الثلاث تلاف حفرم معاك هبقية كسير كل اللي فوق الثلاث تلاف عمال هاي طب افرد هنا بدل الثلاث تلاف خلتها مثلا الفين ايه يا حسن هتختفى اللون اللون هيختفى مثلا حطيت مثلا هنا خمس تلاف او اربعة تلاف مثلا اللون هيزهر فاميين قصدي دي جندة جدا دي حلوة جدا في موضوعين انت اين بينور لك على طول يعني يبقى ايه? يبقى عنيك كده اللي انت ايه? حصل حاجة يبتدي نورك الموضوع ده. هنا مسلا تعال نشيل. لو عايز تشيله طبعا تعمل هنا كلير. طبع هنا على كلير. او انت لو عايز تشيل كل اللي موجود في الشيط كله يتشال. لو عايز تشيل على معينة اللي انا اللي انا عامله. تمام? مسلا اقول له مسلا ايه? عايز اعمل على لزان. لزان مسلا. الفين جنيه? لا ده مفيش خلص الفين جنيه. يبقى ثلاث تلاف مسلا. او الفين وص. اه بصوا امتدى يجبني الفين وص. حتى هنا كمان جاب لي هنا كل ده. طب ليه هنا عمال اللي هون ده. عشان هو شايفة زيره. بالزبط. عشان دي اهلي من الفين وص صح كده صح كشوة. اه دي كده نقدر نعمل دي كده نعمل كلير بردو انشيلها. كنشتر مثلا نقدر نعمل ما بين مثلا اربعة وخمسة او ما بين تلاتة واربعة. يعني مثلا نقول له مثلا هنا. between مثلا اثنين ونصف وتلاتة ونصف وهكذا. قبل اللي هون ما بين دين ونصف وتلاتة ونصف. وهكذا بقى كتير جدا. نيجي بقى الاخر واحدة خمس. دي بقى جماعة دي اللي هي الأكبر الأعلى. يعني ايه دوبليكتين بقى؟ صح. دوبليكيشن. دوبليكيشن اللي هي القيمة المتقرر. دي بقى تفرق كتير جدا جدا جدا. لو حاجة مثلا انت بتسجل يعني مثلا الكورس اللي احنا فيه ده. انا مثلا سجل انا مثلا واحد بسجل مثلا اهو. انا اول حاجة خالصة اقر فينا كده بقول له اعمل لي على الدوبليكيت. كده مش حاجة تظهر. لسه اوكي. مش حاجة تظهر. ليه? انا فيش دوبليكيت. فيه له مثلا. صح? فيه بصبت اسرع. اسرع. مثلا عمر. مصطفى. في عمر تاني. صح? في عمر هنا. عمر. او عمر. ما في عمر هنا? عمر هنا. صح? عمر عمر. لما اجي اكتب عمر تاني. نورك. فهمين ايه? دي تفرق معكم في ايه? تفرق معكم لو انتم بتسجله مثلا حاجة مش اسامي طبعا انا مش بكلم باسامي. مثلا رقم بطاقة. فيش رقم بطاقة شبهة تاني. رقم تليفون. فيش رقم تليفون شبهة تاني. يعني قصد ايه? اللي انت عشان تبقى عينك شايفة. لو انت مثلا بتدخل data entry مثلا او بتدخل data للعملة. تبقى انت شايف لما اجي ادخل اركم او دخل مثلا بيانات. لو في حاجة غلط ينورها لك. فهمين قصد ايه? يعني مثلا دوبليكات مثلا اركم تليفونات. ما فيش رقم تليفون تاني. فلما ادخل رقم تليفون. ادخل رقم تليفون. يبقى كيف حاجة غلط. يعني ايه? ابتدي بقى ادول يعني ايه? اللي بيحصل. فهمين قصد ايه? ده الدوبليكات. دي يا جماعة دي لابد وحتما. يعني حتى من ضمن الحاجات كنت كان فيه ناس كانوا عايزين يعملوا زي الكورسات. من ضمن الكورسات هوريكم بس حاجة كده كويسة. من ضمن الكورسات كانوا عاملين حاجة اسمها بلاك لست. الناس اللي هي عملت مشاكل لابده كده. اللي هي مسلا الابتديوت بتاعها مش كويس. بتفتعل مشاكل وحكا كده. فكانوا عاملين حاجة اسمها بلاك لست. يعني مسلا هنا اسمها كده بلاك لست. فكان اي حد جديد يجي يشترك مسلا في الكورسات دي. بيعمله ايه? بيعمله تشيك على بلاك لست. انتم فهمين قصد ايه? يعني مسلا الداتا تبقى متسجله فوق هنا مسلا. هنا كده مسلا بتبقى الداتا دي كده مسلا بتسجله هنا كده. هم بيجوا كتبوا هنا. بيكتبوا ايه? بيعمله زي تشيك على رقم بطاقة. يعني رقم بطاقة تبقى هنا كده. تعالوا كما برقم. وليكم مسلا مش خليه رقم بطاقة يعني مسلا خليه مسلا ايه يعني تلاتة اربعة رقم واحد ين تلاتة اربعة خمسة. تمام? وهنا اجي يعمل تشيك. دي الداتا بتاعة البلاك لست. وهنا اعمل تشيك له ايه واحدين تلاتة اربعة خمسة. طبا. نورت. كيف حاجة مشكلة. الرجل ده كان عمل بلاك لست رجل لما يفاشل. دي ابسط ما يمكن. فهمين قصد ايه? يعني ده بالشكل اللي اقول لكم ده ده ابسط ما يمكن. عن. دي ابسط ما يمكن. لكن دوبليكيت في حاجات كتير او تقدر تستعمل كده. فهمين قصد ايه? اللي هي دوبليكيشن دي بتبقى بتفرق كتير او دي شباب دي لاغن عنها يعني. على الكسب كده اعملو كده كده عليكم ان دي دي لازم نكون عارفينها ما فيش اي ما ينفعش يبقى مش عارف واعتقد دي هتساعدك في شغلوق. وانا متأكد ان هتساعدك في شغلوق. فهمين قصد ايه? يشيل دي كده. ونعمل ونرجع كده تاني. تابل نفس. نعم. تابل? لأ هو تابل ما بتضبش. تابل انت بتكتب الداتا كده. بتكتب يعني مسلا عمر. اه مسلا فيله. مسلا معاش احمد. وتعمل كده عليهم. وتعمل كده. وتعمل كده. وفيه حاجة اسمها هنا. حاجة صغيرة جدا اسمها بوردر. بوردر وال بوردر. كده عملت لك كده الجدول. لا لسه شوية. المحضرة كان شوية. مش بعيدة يعني وغيبة يعني. تعمل كده شوية. كده وضحت. وليس جدا عملت. وفتح بي. تهم جدا. محضرة كده. بس أخبر الشخفان. كنت تعرف تعرف صغيرة جدا? ما فيه سام إفسه خد سام إفس وكاونت إفس ما هو ده أدفانس ما هو الناس هنا مش عارفة الأدفانسد لحظة هاولك 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 الأدفانسد بنعاد اللي هو بفتامل والبار كويري والبار بيبوت والحاجات دي أي ما هو لازم ينسبع عارفة للحاجات الأدفانسد هاولك 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 ألأ هاولك ناس ممكن هذا الكنديشن الكمل ماتيك لا يعني أحقوه هو كونديشن الكمل ماتيك لكي نخلصها يوجد حاجاتها يوجد هناك خطوة ما هو قرصة التدريب فهو قريبا كونديشن الكمل ماتيك فهو سنستخدمها لما تغيب على الفائر تيجي تعمل هنا كده بيجيب لك اعلى عشر مرتبات موجودة وكل ما تزود كل ما يزيد كل ما تقلل كل ما تقلل تمام قصلي ايه وفيه طبعا بقى طبعا بطم وطوب واللي هو اللي هو اللي هو اقل مرتبات وتقدر تزود وتقلل وهكذا تمام كيا شباب بيزيك اجريشل اللي هو انت هتعمل اول معادلة لك في الاكسل اول معادلة في الاكسل اللي بتبتدي اي باكسل اللي بتبتدي يباتدي Burton gonna equal مثلا الجمع الجمع اللي هو حين ح Thi سر لم يجب لك الثنين والسلم يعني اي م mistaken اللي يحصل جوه السلة دي هو هيجمعها لك. اثنين البلاس اللي هي زائد اللي هي شفت اا شفت ايكوال. ودي. ندوس انتر. قالك نزل اثنين بسبب اربعة. لكن لو انت عملت دي مثلا ستة او سبعة. بقيت تسعة. وهكذا. هو مش بيجمع. فهمين قصر شباب? هو مش بيجمع الارقام نفسها. هو بيجمع السلة. لكن لو انت عجمعت الارقام يعني مثلا بيساوي اثنين زائد اثنين. هيجيب لك بس لو انا عايز اعدل هتعمل ايه? هتدوس عشان تعدل جوء المعادلة. فهمين قصد ايه? فتبقى احسن بكتير او انت هتعملها دي زائد دي. تمام كده شباب? المينس بيساوي برضو. اه ده اللي هو السل دي ناقص السل دي. وندوس انتر. تمام كده شباب? الديفايدد اللي هي على او دي تبقى اللي هي السلاش دي. تمام? الديفايدد يا شباب اللي هي بتبقى بيساوي. سمعين يا شباب? اللي هي دي على دي. تمام كده وندوس انتر قال لك خمسة. وهي الملتي بلاي طبعا اللي هي شفت تمانية اللي هي شفت ايت. بيساوي دي. في دي. طلع لك 12. كده اعرفنا البيسيك اجريجيشن اللي هي جامع وطرح واسم وضرب. دي كده دي. هنجي بقى هنا كده شوية كده. ودي حاجة كده ممكن تزود اكتر. احنا قلنا لما احنا بنجمع ده زائد ده. احنا لو احنا عندنا بقى داتا زي دي كده 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 كده. داتا زي دي. وانا عايز اجمعهم. عايز اعرف مرتبة. توتال مرتبة. هنعمل ايه. انا كنا في الصم بنعمل ايه. مثلا انا عايز اجمعهم هنا. بنقول ساوي ده زائد ده. زائد صح كده. وننزل ده. ما هو ده كده. انا كاب نحصر. انا كاب نحصر. لا انا كاب نحصر. فهنا بكتبه فيه حاجة اسمها صم. صم دي هي ايه. يقولك اجمالي عدد الموظفين. هندوس هنا بيساوي في معادلة اسمها صم. اس يو ام. وندوس عليها دابل كريك. ونعلم بس كده عليهم كده. نعمل سيلكت عليها. ندوس انتر. قالك ان التوتال المرتبات بتاعتهم خمسين. طب اجمالي عدد الموظفين. لو انا عايز اشوف اجمالي عدد الموظفين. في معادلة شباب اسمها كاونت اي. كاونت اي. كاونت يعني عد. اي يعني اول. كاونت اي. ندوس دابل كريك. ونعلم على عدد الموظفين اي كده. وندوس انتر. قالك ان عدد الموظفين تساعتاشر موظف. كاونت اي. قالك متوسط التعنيم الانجليز. بيساوي. اكوال ابرج. ما تلاقوش على كل حاجة بنسجلها لكم في الاكساد. ابرج. ندوس دابل كريك عليها. ونقف على التوتال المرتبات كلها. ندوس انتر. قالك ان التوتال المنظر. عامل ازاي. طب نعليك ازاي المشكلة دي. عليك المشكلة دي ازاي. عليك المشكلة دي ازاي. اللي هي المشكلة دي. شايف المشكلة دي. انا مسلا عايز اخلي رقم يبقى اه. اه. ما يبقاش فيه. فين دي هنا كده? وادوس. بزبط. فين? اه هنا كده. اه ادوس هنا. ادوس هنا. ادوس هنا جابت لي اللي ده. بزبط. طبعا. عشان بس يا جماعة شان. تبقى انتم عارفين اللقطة دي. اه المنظر دك المنظر يعني غريب يعني. ما يفعش توري الموليرة في حاجة زي كده وتشوف حاجة زي كده. توقف عليه كده وتدوس. فيها اسمها كومة سيبريتور. او كومة ستايل. اللي هي دي في الجزء النمبر دي. ادوس عليه هنا كده. قد اهتبه ودعم كل تلص. ايه. فقلبلك كده. اسلام عليكم. اعلى مرتبة بت BERT أعلى حاجة. ايه ? اعلى حاجة. أنت تساعديني بقى انت اسمها. اعلى قيمة مثلا أي lát quality ? اعلى قيمة هاه. قيمة المهمية يعني حجب اعلى مرتبة بين كانت مت ül bastan, نحن نأكじل. محاجب عن الطريقة موقن انت dürرب اول ا usage. لا يوجد أيض اطلاق. او ماكس. بص يا شباب ماكس. ماكس لما دوس على ماكس دي دابل كليك عليها. هدوس يساوي ماكس دابل كليك واقف على المرتبات كده كلها ودوس قال لك ان اعلى مرتب تلات تلاف تسعمية جنيه. طب لو انا كتبت هنا مثلا خمس تلاف. هيكتب لي هيزهر لي هنا ان اعلى مرتب خمس تلات. كدت بالك يا شباب. طب اقل مرتب من ام اي ام. اقل مرتب بنجي اقف هنا كده ودوس قال لك قال للمرتب الفين ستة 30. ذلك كده البيزيك اجري جشن. ونحن نحن عرف نجيب التوتال بتاع المرتبات وعدد الموظفين. نيجب ان ان الضغير مرتب. بصوا يا شباب احنا هوتي قلنا. طب ام بيجمع توتال. طب لو انا عايز ان اجمع مثلا مرتبات المحاسبين بس. عايز ان اجمع مرتبات المهندسين بس. يعني اعرف مرتبات المهندسين بس ايه او مرتبات المحاسبين بس ايه ايه انا فيكه كتبت. تولي. تساعدين معي يا ساني. اسماء inici. معلومة كده لكم. اي معادلة بيجي جنبها اف اعرف ان هي بتبقى معادلة فيها شرط. اي معادلة اعرف ان انا عايز اعرف حاجة بس شرط معينة. ولو زالت عليها افس يبقى اس في الاخر يبقى بالشروط معينة. ليس شرط واحد يبقى شروط. يعني اذا اعرف مرتب المحذبين في شهر ثلاثة. يبقى كده شرطين. يبقى محاسب وشهر. هذه فايدتها ايه? انا قسمت لكم المعادلة لكي انتم تعرفين. عندما اضعنا في اي حتة فاضية كده. نكبر الكلام كده شوية. يساوي محاسب. اقول حاجة المعادلة قسمت لثلاثة اجزائي. المدى انت بتدور فين? يقولك انت بتدور فين? عايز ايه اللي تدور فين? الكريتيريا. الكريتيريا ده شوية انتم تعرفينها. معلومة كده ليكم في الاكسل. الكريتيريا اللي انت بتدور بي. اللي انت عايز تدور بايه? بالمحاسب ولا بالمهندس ولا بايه? السام رينج المدى اللي انت بتجمعه. انت عايز تجمع ايه مرتبات ولا ارقام تليفونات ولا ايه يعني. انا قسمت لكم الثلاثة اركان ده هنا كده. اللي هم الجزء ده. اهو. وجمعت لكم منه. يقولك المدى اللي انت بتدور فيه. الكريتيريا المدى اللي بتدور بيها. بتدور بايه? السام رينج المدى اللي عايزين نجمعه. تعالوا نشوفها كده. محاسب مسلا. تعالوا كده. قصلك اياح كده. واريك حاجة هنا هلون. ساوي. صام اف. ندوس عليها دبل كريك. صام اف بس. اف واحدة. صام اف واحدة يقولك انت بتدور فيه? انا اولا انا عايز اجمع كل مرتبات المحاسبين فقط. فبقول له انا بدور هنا. انا بدور في المسمى الواضح. اللي هو فيه? اللي فيه المحاسبين والقانوني وكلام ده. ادوسكم الكريتيريا. انت بتدور بايه? اقول له انا بدور باسم المحاسب ده. ممكن ادوس على المدخلية او اللي فيها محاسب او اكتب محاسب بايه دي. يعني ممكن اعمل دبل كود دي كده واكتب محاسب. فعلمين قصد ايه? بس طبعا يعني انت تبقى مش حلو قوي او من استخدمش كتير. بنستخدم الخلية لجوها الكتابة. فعلمين قصد ايه? يبقى ندوس الصام اف. صام اف. الرينج انت بتدور فين? اقول انا بدور هنا. كومة. الكريتيريا انت بتدور بايه? اقول انا بدور باسم المحاسب ده. كومة. يقول انت الصام رينج. الصام رينج دي لا صام. صام يعني يا جماعة. يعني جمع. اتعايز تجمع ايه? اقول انا عايز اجمع الرواتب دي. المرتبات. وندوس انت. قال لي مرتبات المحاسبين اتناشر الف ستمية خمسة ستين. طب تعاني اتأكد اتأكد ازاي? لو قفنا على العمود ده كله. ودوسنا داتا. فلتر فلترنا. واجدنا هنا فلتر وشلنا سلكت اول. وكتبنا المحاسبين هنا. انا المحاسبين ايه? اتناشر الف ستمية. اجينا هنا المحاسبين. وقفنا على المرواتب دي كده. هيطلع لي الرقم ده. شايفين الرقم ده? اتناشر الف ستمية. طبعا كده كده احنا مشين صحة. احنا هنعملها مرتين كمان. اه لا كم يقول لي عايز تسهل ايه? انا بس انتش واحدة دايما. دايما انتش عافظ. اني روق. ليه بس انتش كم انتش بحاجز. نكتفى بايلينا? اه. مش تفر في حاجز? دي او دي. انا بقول لك يفضل انك تكون عاملا في في سيل تانية. لكن طب نفترض. انا اخلي دي محاسب. مش هي اتناشر الف ستمية خمسة ستين. لو انا خليد. مش المحاسب دي لها اتش تو ايه? اتش تو ايه? اتش تو. لو انا شلتها كده عملت وعملت لها محاسب. صح كده? ودوست انتر. برضو اتناشر الف ستمية خمسة ستين. اه. تمام. بس لو انا عايز اغيرها مثلا اكتب مثلا مهندس اكتب اكتب. يبا لازم ادخل جوه الخلية ودوس انتر وادع دي من هنا. طب ما بالضبط ممكن. انا بديك الاوبشنين. اداري. اداري. لو انا دوس هنا حد يمكن يساعدني في الموضوع ده. صام ايف سبق. صام ايف. انت بتدور فين? انت اولا انت بتدور على حسب الكريتيريا. الكريتيريا عبارة عن محاسب او اداري. يبا انت بتدور في المكان اللي في الاداريين او المحاسبين. يبا انت بتدور فين? المسلم الوظيف. السي. كمى. دوس كمى لكي تنقل على. لو تلاحظوا هنا ده الكتابة دي لونها اسود او ازرق. هنا دي فضية. يعني مخفية. ومجرد ما دوس كمى هتبتدي تظهر. بالضبط تنقل على بعدها. بعد كده نقول له فين? نقول له بندور على الادارة دي. الكريتيريا. لو هاتش سيبن. كمى. السامرين. الدي تو دي. تمام? وندوس كده وندوس انتر. كده جاب لي خمسة وعشرين. مبرمج. اخير بقى حاجة حاجة يساعدني من الناس اللي ورا خالص. كويسين? صام ايه? حاضر حاضر حاضر. كده جاب لي المرتبات بتعدي. انا اهم بس شباب انا جبت لكم دي ابسط حاجة تقدروا تبسطوا بيها الحاجات اللي بتتلاح. اللي هي اكتر من شرط. مش شرط واحد. صام اف شرط. صام افس شروط. تمام كده شباب? دي شكل المعادلة من فوق. دي شكل المعادلة. صام رينج دي اللي احنا نسألنا. اللي احنا عايزين نجمعه. الكريتيريا رينج. انت اول حاجة انت بتدور بايه وتشوف الكريتيريا رينج بتاعه. تعال وليك اللي اول هنعملها كيف? بنقول ايه? انت اول حاجة انت عايز تدور بمغزن ولا باسم. ولا قصلي باسم المنتج. يبقى ندوس هنا يقول ليساوي. يساوي. ده عندي القصلي الجادوة المعايشة. ده الجادوة. في المبيعات اللي هيقيمة الفطورة. ده الكيمة الفطورة دي اسمها ihnen biعاد. يعني هذا اللي احنا حاتنا على م Fi. وعدد القطع وفيه تماما المخزم في اسم المنتج. فيه رقم البيع. هندوس تصويل. equal sum ips. اللي احيون احي utter ماذا? انا اطلاع المبيعات سنجب انهي شيءا. كيمة الفطورة. наша أطلاع اسم فطورة. ما ه日本ك هم تحصل بمعا شوانا. انا مش عارف اقولي هتعرفك اه نتكبير الكلام كده شوي كده كويس لا لا تختم بص بص كده شباب هنقول اولي ساوي بص المبيعات دي هشباب المبيعات المبيعات اللي هي اقيم الفاتورة احنا ممكن هنا نخليها اقيم الفاتورة عادة المبيعات احنا عايزين اول حاجة نجيب المبيعات للا اسم المنتج ده اللي هو منتج فور المنتج فور ده واق في مخزن اصلي فيه منتج منتج اربعة ده ممكن في مخزن واحد مخزن اتنين مخزن ثلاثة فانا عايز المنتج رقم اربعة في مخزن واحد تمام شرطين صح كده يبقى بيساوي سام افس اي صام انت عايز تجمع ايه نبيعات الحمدلله باقيه كما الكريتيريا رينج بص بقى اللي انت هتختاره الاول يبقى بكريتيريا بتاعته بعديه لو انت مش ههمني اقول لك انا اتبتدى ايه مثلا اقول له مسلا رايز ادور بمخزن المنتج يبقى ده بالرينج الرينج بتاع الكريتيريا تمام الكومة بص بقى لي عايز عن ايه على حاجة اسمع يبقى ننقل عليه على المخزن يبقى اقول له انا بدور عابل المخزن رقم واحد ده. كمى. الكرياتيريا تو. الكرياتيريا رينج تو. احنا ندور عليه اسم المنتج. يبقى نيجي هنا عندي اسم المنتج ده كده. ونعمل كده عليه. ده كده. كمى. كرياتيريا تو ايبقى? ما هي اسم المنتج? ندوس انت. طبعا اتوا ما عمين? انا متأكد. انا متأكد. انا متأكد ان انتوا لقد وجدت صايلانت كده في المكان. كده عارفت انظروا شباب نعم ممكن عشرين ممكن عشرين ممكن اقول له ايه انا عايز المنتج الفلاني في المخزن الفلاني في الشهر الفلاني كده ثلاثة بس انا كفاة اثنين عشان الناس هتوقع اعمل للغاية طب تعمل ايه من اول ثاني طب تعال انا بس اتاكد الاول الى الرقم اللي بقول له انا صح بالغاية بس انا انا قلنا هو ثلاثة ستين قلب انا قلنا منتج فور في مخزن يبقى انت على كده نقف كده ندوس ديتا منتج فور اهو منتج رقم اربعة في مخزن مخزن اهو سبحان الله المبيعات بتاعته ثلاثة ستين الف ايه حتى بصوا هنا التوتل هنا هتلاقي التوتل ثلاثة ستين الف وعدد الكوانتتي ايه فاكرين الكوانت ايه عدد صفوف دي الكوانت ايه 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 المنتج ايه 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 ممنتج ايه ايه سوف ندور في المخزن المخزن هنا يبقى الكريتيريا بعد المخزن يبقى اسم المخزن اضع انتر اضع انتر انظر انتر انظر انتر عندما اضع المعادلة اعلمت لي على كل اركان المعادلة انظر انتر انظر ان على مخزن 4 و مخزن 12 انظر انتر سأقوم بسرعة و ادعى الاركام مختلفة تماما اعملها بسرعة انخلي المخزن في المنتج اهو ونخلي المخزن ده صح كده بس انا عايز مخزن واحد اخلي مخزن واحد اهو مثلا خلي مخزن واحد اهو دي كده تمام ندوس كومة اسم المنتج هيبقى اسم منتج اهو ونخلي اسم منتج فور اهو صح كده ندوس انتو اكتب احنا اقول تلعيك اول واحدة صح ترات وستين الف زي ما احنا نعمشين انا فكر ان الحتة دي كاكت تلاتين الف وشوية صح تعاني ازي كاو تشوف شايفة دي كم اربعة وعشرين الف طب لما جاء فينا بصي دي نزلت المعادلات نزلت الدنيا تغيرت تماما انت فاهم اصلي ايه بالزبط بالزبط مش اللي احنا عايزين فعشان كده احنا 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 اخدها بالتابل والي اشتغل عليها لوحدين فاهم اصلي ايه كده تمام ولا سلام عليكم سلام عليكم بصوا شباب بقى نبتدي بقى في عطك القطع واعتقد الموضوع بصام افس دايبة كويس تعالوك يا شباب صام احنا ممكن نخلط صام افس دي وناخد كده عشان 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 اه اه صام افس ونبتدي صام افس ايه بتاعها ايه هيكون ايه نعايزين نجمع ايه دلوقتي صح كويس عد القطع عد القطع كم احنا ندور بقى لو انتوا عايزين تقولولي علينا اما المخزن اما المنتج تدوره بايه اه انتم معي او ايه معي لا ندور اول في عدد المخزن ندور فين في عدد المخزن ايه كمه ونختار مخزن واحد ايه بعد كده كمه عدد المنتجات اسم المنتجات بعد كده كمه تقول كمان تزود عليها حاجة تانية يعني ممكن تزوده مثلا شهر يناير شهر فبراي نقول له مثلا هنالين منتج واحد في مخزن واحد في شهر اتنين اه فاهمين قصد ايه يعني احنا ممكن نقول له مثلا منتج زي مثلا سامسونج مثلا في الوير هاوس مثلا اللي هو مثلا في اه الدقي مثلا في شهر 12 فاهمين قصد ايه اه يعني انت بتجمع على حسب كذا حاجة بالضبط بالضبط كويس بس كده اه ناخد بريك كده عشر دقائق شباب اه انا كده كده زي ما النهاردة تكلمنا على الصمق طب احنا بقى سانا عايزين بقى نعد حاجات بس بالشروط بقى مش نجمع نعد كون نعد بس مش نجمع وطبعا كونت هكيها برضو عدد مسلا عدد المواصفين المحاسبين عدد المهندسين عدد المبرمجين وهكذا ده اللي احنا جاينا نشاهد في المعدلة دي لو تلاحظوا هنا شباب برضو نفس التابل هو هو اه التابل ده في المسمى الوصيفي وكل حاجة فانا اعايد يلا فانا ده المسمى الوصيفي وكل حاجة فانا عايز اعد عدد المحاسبين دادئين والمهندسين وكل حاجة نيجي هنا كده زي ما احنا قلنا كده كونت بس اي حاجة بتضاف عليها اف اعرف انها شرط واحد شرط واحد يساوي كونت اف ايه اه بدل ما تدوس عليها دابل كليك بالماوس فيه تاب اعرفين تاب اللي على الشمال خالص دي تاب كده انا اخترتها كونت اف ايه انت بتدور فين بالضبط انت بتدور في المسمى الوظيفي بقى كونت بتدور بايه اسم محاسب قال لي فيه اربع محاسبين طب انا عايز اتأكد صح انا عايز اتأكد ادي واحد محاسب اه اتنين تلاتة اربعة طب كده شرط فكده بقى فيه اربع موظفين محاسبين موجودين معني طب انا عايز مسلا اسحب يعني اشوف مسلا اروح جاي عن كلمة دراك دي كده واسحب من تحت كده قال لي ان هم كلهم اعدادهم تسعتاشر هل انا جاب كل الناس اعدادهم كده كم كلهم تسعتاشر فكده كونت ايه دا عدا كسلة جدا يعني موضوع مش مش سعب ولا عايز انت بتدور فين بايه بتعمل كده يا شباب دي انا لعلى بعدية كونت افس افس بقى افس بقى اللي هي عبارة عن ايه اللي انت بتعد اكتر من شرط شرطين تلاتة ايان كده اعمل صحيح كده اللي هي انا عايز العدد الاردارات عدد الاردارات اللي هي فيها بصوا جماعة ده الجدولة اهو في البيتزا كاتجري دي اللي هي كلاسيك او سوبريم او ايان كده بيبقى عاملين كاتجري كده للبيتزا واسم البيتزا فانا بقول له ايه انا عايز عدد الاردارات بتاعة البيتزا الكلاسيك بصوا شباب في كونت بالزاد بصوا شباب كونت بتعد الصفوف كونت ايه بتعد الصف الصف لو مليان لو فيه اركم او فيه اي حاجة جوا بتعدها لكن لو فاضي ما بتعدش لانا فيه حاجة معادلة تانية اسمها كونت بلانك يعني فيه هنا لو دستك بيساوي كونت فيه هنا بلانك كونت بلانك ايه زهر تاني لما نيجي نعدي دولت كده هيقول لي دولت ثلاثة ثلاثة يعني ثلاثة فاضيين فانا طبعا كونت بلانك دي يعني استخدامتها مثلا يعني نصف في المية فحياتك كلها انها ليس كونت كان لان زيين فقط أن اشتهر تفيكم like�로و اي mains اج Kapus لك بالإع Together فاذب بقولك استخدامها نصف في المية بشرته الإفق는데 اعني ايضا انا بجد لك الأمر الى اللاءou استخدام هذه اللالطة دي حلوة جدا كونت ايه بتعد صفوف لا تعد شيء فاضي أريد أن أعد هذه الأشياء فهذه الأوردارات فهذا سيعدها نريد أن نعد الأوردارات على حسب الكاتيكري وعلى حسب الصائد يعني على حسب ه patio Cau — هذا نريد أن نريد للحسب قبل أن نريد أن أرى على ربطاتれない نريد أن نريد Behind والموضيف الوضيف هذا نريد أن نريد إلى الخمس نريد أن أريدuencia دور لي في الكاتيجري ده دور لي هنا كما بالكلاسيك ده دور لي في الكلوم اللي هو فيه الكاتيجري ده بالكلاسيك ده كما بعد كده دور لي في كده وصل لك شباب. مع اي ولا اي? انا بقولوا الاول انا دراضي عايز اعرف فانا بالاول بقول له ايه كاونت افس كاونت افس كاونت افس واختارها بالتاب عشان بدل ما ندوس دابل كلينك اختار تاب دوس تاب الكارتيري رينج انت بتدور فين اقول له دور لي في الجزء بتاع الكاتجري ده بعد كده كومة بيقول له انت بتدور باني الكاتجري الكلاسيك ولا الفيجي ولا اقول له بالكلاسيك ده تمام اتكلم بعد كده كومة انت بتدور فين تاني اقول له انا بدور في المقاسات انا عريض اعرف مقاس كل حاجة اهي كومة بتدور باني مقاس اقول له المقاس اللي هو او او الاني سايز بتاع الميديم ودوس انتر ركزوا برطانين قال لي ان الكلاسيك مقاس ميديم عملي تمام اردلات تعالى اتاكد لما نقوم هنا في الجدول ده وندوس ديتا وندوس على كلمة تابل ايه ظهر لي علامات اللي هي علامة الارو اللي تحت دي اللي هو ارو لو دست على نختار نعمل سيلكت قول دي ونختار على كلمة كلاسيك وندوس اوكي ونختار ميديم وندوس اوكي اعدهم لي كده اللي كان بس كده ولا لاحظت ولا نعيدها ده كويسين انت كويسين كده شباب يعني اه نكمل تمام كده هم مش فكده احنا كده عملنا اللي هي ايه عشان بس تاكد برضو حتى اللي جاي الاخيرة هيه هم دوس اوي كون افس انت عايز تدور بالكلاسيك هتدور به فين ستدور به هنا يبقى الكلاسيك رينج بص اول ما تلاقي حاجه اسمها كرايتيريا ورينجرينج ده الهو مدى حاجه طويل قوي يعني مش مش جزء كرايتيريا بس اللي هي تبقى حاجه لوحده لكن كرايتيريا رينج ده المدى اللي انت بتدور فيه اول ما تلاقي كلمة رينج دي اعرفوا ان انتوا هتدوره في جدول في عمود لكن مش هتدور بحاجه وحده بالضبط. يعني انت بتقول له ايه? اقول له اقول له ده. بعد كده كمه. هيقول لي انت عايز تدور بين في ايه? اقول له بالكلاسيك. بعد كده كمه. بعد كده فيه تاني اللي هو الجزء بتاع البيت سايز. انت بتدور في اني سايز. اقول له ادور لي في الكلوم بتاع السايز ده خالص. اللي هو فيه كمه تاني. بعد كده يقول لي انت بتدور بأني سايز. اقول له بالسمول. ندوس. قال لي اتناشر. ونسحب كده المعادلة تحت كده. قال لي تمانية اتناشر تمانية ستاشر وهكذا. فكده جاب لي اللي هي بتاع البيتزا اللي هي مثلا خضار نحمة ايا كان مع بتاعها. تمام كده وضحت? كويسة? الى حد من تمام. بصوا شباب في لو انتو بتستخدموا حد بستخدم من اكسل اقل من 2019 او 2021 اقل قبل قبل كده. تلاتاشر ستاشر. مش هتلاقي عندك الحتة دي خاص. انت بتستخدمي الفين وكام? مسلا ايه مسلا? اكسل كام مسلا? تلاتاشر ستاشر. ماشي. بص يا سيدي. دوسي في حاجة اسمها هنا. هيقولك ان هنا واحد وعشرين. عشان تعرفوا انتو تقولولي كده انتو بتستخدموا يعني ايه. فايل. فايل. اكاونت تحت خالص. اكاونت. هل فين وستاشر? فين وستاشر ها? تقدمها خمسة ستين كويسة هتلاقي عندك ها? تلاتاشر عشرة. بصوا يا شباب. النصيحة يعني انه تجيبوا من اول واحد وعشرين. وعلى فكرة ده ومتقرك يعني انه ينزل وفيه رفع وعشرين نازل كمان. فيه حاجة اسمها ديناميك رينجز دي مش موجودة غير في الاكسل النازل الجديد بقى دلوقتي. اللي هو من اول واحد وعشرين واربعة وعشرين وثلاثمائة خمسة وعشرين. ده فيه حاجة اسمها ديناميك رينجز. دلوقتي لو تفتكوا لو تلاحظوا. الاكسلات دلوقتي معادلات الاكسل ما بقيتش دلوقتي حاليا. ده تعمل معادلة وتسحبها. بقى فيه حاجات معادلات. تكتل معادلة فوق تنزل لوحدها. دي اسمع ديناميك رينجز. ديناميك رينجز هي نطاقات خالية متغيرة الحج. يعني انها بتتغير تلقائيا لما بتضيف او تحزيب داتا. فايدتها الاسانة بتسهل تعامل مع البيانات المتغيرة بدل ما تحتاج كل مرة تعدل النطاقات يا دوائي. تعال ما وريك يا ايه اللي انا بقى بقى حاجة خيطة. بقى يا شباب. في هنا عندنا محاسب اداري مهندس قانوني ومحاسب تاني. وفيه مبرمجين اتنين مبرمجين. في معادلة مثلا اسمها يونيك. يونيك يعني فريدة او مميزة. لو دست اكوال ودست كلمة يونيك اهي. وعملت على العمود ده كله. دست انتر. بقى اللي حصل. جاب لي المحاسب مرة واحدة بس. جاب لي الاداري. فيه اتنين مبرمجين هنا. بقى جاب لي مبرمج واحد. لو تلاحظ بص الشكل ده اتلاقي. بص عا تلاقيه بنزرقك. يعني لو اول ما دوست هناك كده. تلاقيه عمل زي شكل كده لونه ازرق كده. بصوا. عمل زي هوبر كده. تعالوا اتكبر كده الكلام كده شوية. بصوا اين. عمل زي هوبر كده لونه ازرق. لو انا جيت دي معادلة واحدة على فكرة. يعني دي معادلة واحدة. انا معادش تشد المعادلات متاح يعني دي معادلة واحدة هيا جابت لكل الحاجات لو انا جيل كتابي هنا في اي حاجة انه مسلا تسعى ذي مسأله قال لي من كاي المعادلة في واختبه لي لان انت كده بتعمل في المعادلة waawm المعادلة دي عايزة تبقى تحتها وفاضي بصواحتى لما انا جيلة مش او معادلة قال لي انتبخرها هنا شوفت قال لي انتبخرها هنا انت كتبت هنا لما جال شي لتسعى بصي له وايسر هترجع تاني المعادلة دي اسمها حاجة اسمها دي موجودة في الهكسل من اول واحد من اول واحد وعشرين متوطولة اربعة وعشرين تودمائي خمس ستين ما قال لسه كده لسه بنحكي انا اصلي ان كلمة بص شايفين مثلا بصوا شابه في معادلات كتير او في كلمة في يونيك في حاجة اسمها في معادلات تانية اسمها سيكونز في معادلة مثلا زي مثلا نفترض مثلا يقول لك انا عايزك تعملي لي رقم تسلسلي من واحد لحد مية تعمليها ازاي او لك تعمليها زي تعمليها بالمنظر ده كده تيجي هنا كده واحد انتر اثنين صح كده وتروح عاملة كده وتروح ساحبة كده صح صح جاي؟ ده اللي احنا عارفين بس في معادلة ما اعرف انت تابليين في معادلة بقى اسمها سيكونز بقى ايه سيكونز دي جمده جدا ساوي اسيكونز وعاكيد تختارها بتابع يقول انت عايز او انا عايز ميترو او ايه معادلة ايه انا عايز مية المية دولة عايز تقسمهم على كام كلهم اقول او عايزك على بنيا الاصطارت انت عايز تبدي من كام؟ من واحد صحيح؟ واحد الاصطارت يعني ينط كلها يعني واحد بعد كده نط كبال خمس عدات ولا واحد اثنين تلاتة اربعة اقولو واحد وندوس امتر. بص اعمل ايه? خاتب ايه? موضوع حيب. بص واحد اثنين تلاتة واربعة خمسة فاهم اصلي اعملها على عمودين. صح كده شباب? احنا ممكن بقى نعملها مسلا مش على عمودين. ممكن نسكب حتة الكولوم دي خب انا عملت لها عموما. رح عملها دي كلها. من واحد لحد مية. ايضا? بدل ما انت تعمل واحد اثنين وانت تسحابها بتاعت. ده تقول لك مسلا مسلا قال لك اعملها دي خمسمائة. دي على طول مطل واحدة بس طلعت لك نتائج كتير جدا. لو جيت في نص نتائج دي ودست هنا ايو مسلا دست انتر. هيطلع لك فوق خالص. معادلة دي فيها حيبا. اللي هي تبص عملك اللي هي ايه? البوردر بتاعها قال لك ده اخرها. يعني لو انت نزلت لتحت شوية كده. وشلت اليو. وخلتها تحت هنا كده كده. اشتفر في حاجة. بس لو انت زودت في 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 الداة والمعادلة دي كان بتقرأ من الداتا دي. مش هقولك في لازم تنسح للدات التحتية. تعال امورها. بصوا. الديناميك رينجز دي يا جماعة جميلة جدا. يعني المعادلات حلوة جدا. في حاجة اسمها ترانسبوز. ترانسبوز يعني ايه ترانسبوز. بصوا. شايفين كده مثلا كلمة محسب دي كده المسمى الوظيفي دي كده. دي بالطول. كده. لو دوسنا كليك يمين كوبي. وعملنا هنا كده. كليك يمين. في هنا حاجة اسمها دي كده. شايفين دي ترانسبوز. بصوا جابتها لي بالعرض. انتم معاي او لا سلام عليكم. كليسين. صح? في بقى معادلة لو بتعمل موضوع ده. في بقى معادلة بسمها ترانسبوز. بيساوي ترانسبوز. لما تيجي تعمل ترانسبوز على دولك كده. ندوس انت. جابها لي بالعرض. بس خبالك المعادلة دي لو تلاحظ برضو دي ديناميك رينجز. اسمها ديناميك. تمامك يا شباب? تمامك يعني العصد ايه? ان في معادلة تسميها دي ناميك. دي بتشتغل انت تكتب معادلة مرة واحدة مرة وتشتغلك في اللي بالتيبل كلها. دي موجودة اكتر مثلا في جوجل شيت لو حد تشتغل على جوجل شيت حد اشتغل على جوجل شيت اشتغل لجوجل شيت ايه مثلا بتعمل ايه علبي هده مش في معادلة اسمها ايه через حد دي بتكتب المعادلة فوق مسلا تقوله مسلا اجمع لاخلية الثقلية لاخلية ثقيلة فقط تقول له صم الخلية الثقلية ثقيلة هي تنزل وحدة كل ما تستطيع كتب في كونم في اي كونم من الى انت محدده تنزل معك المعادلة ليس محتاجه ان تقعد لتعمل درجة دروف هم أسعه ديناميك ريجز ده انقط اريد ان اوصل لكم ان المعادلات دي مهمه جدا ديناميك ريجز وبالجدول يتسهر عن طريق الجدول. الجدول يعني الجدول. دعني نفسي حدارك كلهم. هل يوجد هناك الجدول؟ هل يوجد هناك لأنيميك كرينجيس؟ لكني نقول لأ 2015. يعني جربتها لديك على 2016؟ اي طبعا موجود عن هذا. ماذا هي. ماذا؟ اي طبعا ينزل فيها يكون عالية. يعني يكون ينزل طبعا. لكن هناك شيئا يتبقى طبعا يتبقى طبعا. سبسكريبشن. يعني كل سنة بدي فعله. لكن فيه من المايكروسوف بينزل بالسنة يعني 21-24 وخلصة. عشان تجيب حاجة جديدة لازم تنزل للسنة اللي بعد. طيب كيف شكرا. في بقى حاجة تانية بقى اللي هي اسمها الجدول. لو انت دست هنا كده ودست كنترول تي. كنترول تي. يقول لك انت كده انت عايز تحول الجدول ده او الكلام ده لجدول. اقول له او بيقول لي. اقول له خليه اللي هيدر ده زي ما هو. اوكي. ايه اللي حصل في الجدول ده? ركز بقى في اللي هو. عمله زي جدول. بمجرد ما نهاجي اكتب مثلا هنا. وليكن مثلا محلل. بص ركز. محلل. ابتدأ خد الجدول نزل على الكلمة اللي انا عملتها. طب تعال مثلا نجربها في حاجة تانية. بص كده. لو انا جيت خدت الجدول ده كده. الجدول ده كده. مثلا شوية دولة كده. ما هو موجودة هين. وقلت له ايه? انا عايز زيادة السنوين. اكتب له مثلا كده. زيادة. السنوين. السنوية. بظهر. وقول له انا عايزك تدربلي الرواتب ده او المرتب ده في عشرين في المينة. اقول له مثلا يساوي ده في عشرين في المينة. او عشان يزود لي الراتب السنوية او. جاب لي ان زيادة السنوية اللي هتزيد له ستمية وشوية. ولو جينا سحبنا المعادلة دي كده لتاحت. هيجيب لك الرقم بتاعه. تمام? ده كده المعادلة سابتة لحد هنا. لو انا دست بقى كنترول تي. ودست انتر. بص ايلا هيحصل. لو انا جيت. حطيت المرتب الفين جنيه. زادت لوحدها ربعمائية جنيه بتاعتها. خدت بالكم. خدت بالكم اللقضة دي شباب. خدتوش برا. بصوا يا شباب. ده جدول عادي. ده جدول بتكتب في البيانات عادي. مش جدول اللي تكتب كده. كلام عادي. وعملت هنا معادلة جنبيها. بقول له ايه? انا عايزك تزود لي عشرين في المينة عن مرتب السنوي. عن مرتب بتاعها. اللي هي زادت السنوي. فزود لي الزيادات بتاعتها. فانا بدل ما اعود. كل ما يزيد حاجة في الجدول اعود اسحل للمعادلة. فاهمين قصد. بروح اعملها كجدول. بدوس كنترول تي. ودوس انتر. كده اتحولت لجدول. يعني ايه جدول? يعني بمجرد ما اكتب هنا مرتب زي الف جنيه. هو اوتوماتيك خد الزيادة السنوي بتاعته للمتين جنيه. حد خد فاني. كده تمام? كده تمام? يعني انتم محتاجين تقعدوا تعملوا المعادلات كل شوية. لما تحولها جدول او في دينامي كرينجز اللي هي المعادلات اللي انا بقول لها ديناميك اللي هي السماراتي. تمام كده شوال? وصلت كده? الاتا فاليديشن. الاتا فاليديشن دي حد انا بدخل داتا. انتم بدخلوا داتا ساعات على اكسل. بظبط. الاتا فاليديشن دي من الحاجات اللي هتفيدكم جدا 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 في مجال ان انتم تعملوا لوق او بحاجة اسمها كونسترين. على الاتا اللي انتم بتدخله. بمعنى. نفترض كده نفترض كده ان انت مثلا بتدخل داتا عملة. وبتدخل رقم بطاقة مكون من 14 رقم. ودي وردة جدا بتحصل يا جماعة بنسبة 100 في المية بتحصل. وانت بدخل ارقام بدل ما تكتب الى 14 رقم كدب 13 رقم. صح? وردة جدا. بدل ما اكتب ارقام الموبايلات اللي هي مثلا بتبقى 11 رقم اكتبها 9 ارقام صح? عارفة كده تعمل لنا مشكلة احنا في الاتا. اللي نحن بنقرب نقلم هنا دي فائدة الاتا ولدتا دي بتعمل ايه؟ تعمل مثل لوكع التحكيه ب pantalla السلات الخاصة عن الخاصة عن الآخاء والآخاص عن الخاصة يعني د calculate over the dataangan. عندما دخلوا اللاعن حدث عن الخاصة عن الخاصة عن الخاصة عن الخاصة عن الخاصة عن الخاصة. بتعرف عليكي ؟ أولا تبقى في هذا القضاء في الاتا وهيολο اخترافTypeída çalışة اللاعات بطاقة basket وفي البيانات أدخلها. أقول لكم دلوقتي الشكل تعمل مثلها. و أجاب لكم صورة أيضاً التي هي data و تأتي هنا في data validation و تختار الأول الرينج الذي تريد تختاره فيه. تعال ما أقول لكم مثل 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 هذا. هل أنت مصري؟ تعال ما أقول لكم حرجة data validation فيه ممكن حد يقول لك نعم بالطبع أن لم أكن مصرياً لو أدد أن أكون مصرياً. فيه ناس ممكن تكتب حاجة كثير مثل هذا. فأنت عايز تقول له نعم أو لا مش محتاجة أنك تقعد ترتجل. فتعمل إيه؟ تقول له هنا كده data validation. تقف أول على السل اللي أنت عايز تعمل. data validation. وتقول له بقى دي بقى أول ما بتحركها الشكل ده اللي بيزهر. اللي هو اللي أنا أعملها دي. هو الرقم اللي بيكتب في البداية ده. يبقى رقم. اللي هو يبقى حاجات عشرية. مثلا 2 من 10 أو 3 من 10. يبقى list. وهي كتير أول list. يبقى date. يعني تكتب له لا تكتب أرقام تكتب تاريخ. أو time. لو تكتب له رقم. وقت. أو تكتب له بقى text lens. text lens دي. يعنيه lens. يعني lens يعني. أو tool. أو custom دي بقى حاجة كتير. فلعنا مثلا نشوف هل أنت مصري. نحلها زي list. ندوس هنا كده. نرجع كده. ونقول له list. نكتب هنا. ممكن يكتب هنا. نقول له ايه. نعم. وكومة بعدين. كومة لا. بس كده. نعم ولا. وندوسه كيه. ظهر لي هنا علامة. ارو تحت كده. خدت بالك من هذا دي. ارو. لما يدوس هنا مثلا قال لي مصري مثلا. اقول له بالطبعة مثلا. اقول له انا مصري بالطبعة. 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 ظهر لي مشكلة. قال لي انت كده ده اللي انت بجدالح هنا يعيز. فيه اللي يحصل. اختار هنا كده وقول له نعم. هو جبرك. انك تختار من الحاجة اللي انت عايز. فاهمين قصي شغال. ودي حاجة كم عمرك. مثلا كم عمرك. انت دولتي عايز تخلي. يدخلك ارقام. ما يقولكش انا عندي كذا كذا. لا انا عايز رقم بس. فنقول له مثلا عمر ده. لو انت مثلا بتقدم على استمارة. او مثلا ناس مثلا ترينينج هنا. فما من اول مثلا 17 سنة لحد مثلا كان. خمسين. خمسين. اقول خمسين. في ناس ستين. فممكن نعمله هنا كده. data validation. data validation. ونقول له هنا. هول number between. من اول مثلا كان سبعتاشر سنة. سبعتاشر سنة. لحد كان. حد ستين. مندوسوا كين. لما نيجي هنا. ما اظهر ليش على فكرة حتة العلامة السهم. زي هنا كده. عشان هنا تلاقي اختيارات. صح كده شباب. لكن هنا مقفولة. لو انا كنت قلت له مثلا. انا. عمري. اه. اتنين وتلاتين سنة مثلا. مش هزا الحاجة. هيظهر لي. غضب. هيظهر لي. فهيجي اقول له ايه. سبعتاشر. اتقرت. طب لو قلت له خمستاشر. شايفة. طب لو قلت له. خمسة وخمسين. تمام. فهمين قصد ايه. انت بتحط زي. على السل. على فكرة. دي مهمة جدا. اخر حاجة خالص. رقم البطاقة. وده من اشهر المشاكل. اللي بتقابلكم كلكم. من رقم البطاقة. فيه ناس بتحطي رقم بطاقة. 13 رقم. او 12 رقم. او 16 رقم. ما رقم بطاقة كتير. فساعات فيه خلطات بتزهر. ما رقم بطاقة بتزهر. ما رقم بطاقة بتزهر. اه. فممكن تبقى فيه خلط بيزهر. صح? نعم. لا. من. انا. انا عايز عدد معايد. لما بين. او نوت بتوين. مش موجود جوه. او ايك وال تو انا عايز ايك وال تو. كام? رقم بطاقة كام? 14. صح? صح. ايه لا سلة وسائلتها? 14. اوكي? دوس اوكي. لو انا جيت مسا حاطيت مسا 3. مش هيق بالي. كذا مش هيق بالي. بالضبط لازم اكتب له 14. واحد اتنين. اتنين. اربعة خمسة. ست سمعة تمامين. تسعة عشر. اعتناشر. تلتاشر بلتاشر. قبل. تمام كده شباب? ايه بس الشكل ده كده اتعملت لان هما كلهم محايد. فهو واحد يعني. تمام كده شباب? فكده دي. وممكن كبان نعمل للمشاكل. للي بيطلع. ونقول له في او اللي بتطلع لك لو سمحت. نقول له كده لو سمحت. اكتب رقم البطاقة صحيحة. وهنا رقم ده ده العنوان بتاع المسج اللي هتظهره. رقم البطاقة غير صحيح. لما اجي اكتب له مثلا كده 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 ودوس انتر. قال لي رقم البطاقة غير صحيح. لو سمحت اكتب رقم البطاقة صحيحة. دي تاني. حاضر. تعالوا نعملنا تاني كي ونرجع تاني. بصوا شابه. نفترض بتكتبي رقم تليفون عميلة. في ناس بتكتب رقم التليفون بالزيرو وفي ناس بتكتبها من غير الزيرو. صح? تمام كده? فاحنا نقول له ايه? لأ انا مش عايزك بانت اكتبها اللي بزيرو. انا عايز اكتبها كلها من بداية الرقم التاني. يعني شل الزيرو دي على جانبه. تمام? فانقول له ايه? نروح جيد هنا كده. ونعمل هنا. نخلي دي مثلا. رقم الموبايل. نخلي دي هنا. نعمل هنا. ونقول له ايه? خلي اللي بتاعها اللي هو طول الكلام بتاعها. اللي هي عدد الحروف. خليها عشرة. خليها عشرة. ونأتي هنا في الـ ونقول له اكتب رقم الموبايل غير صحيح. نقول له بقى اكتب رقم الموبايل بدون صفر. يعني احنا مش عايزو نكتب صفر انا عايزو اكتب الرقم البعد الصفر. حد لو اشتغل في اي شركة او اورنجا او حاجة انا شفت الناس في اورنجا. ما بيكتبش الزيرو في السيبل. بيكتب من اول رقم التاني. بدلا ما يكتب زيرو كذا كذا يكتب رقم التاني على ادول. وندوس اوكي. تمام كده. لما نيجي نكتب هنا زيرو اتناشر. مثلا زيرو احداشر. اربعة فاربعة دين تسعة ثلاثة. وندوس انتر. طب ندود هنا كمان. قال لي اكتب رقم الموبايل بدون صفر. خدت بالك شباب. بعد كده لما يكتب رقم موبايل. يكتب من بعد الزيرو احدا. كده انجل. والسلام عليكم. ثاني. هنجي تقول له هنا. ده. انا عايز احط له. معي عمر. معي. انا عايز احط له كنترول على الداتا على السل دي. او على العمود كله. او على الداتا كلها. او على الشيب كله. مش هتفك. فبقول له ايه. خلي هالي تيكست لينز. اقول له ايه. ايكوال تو. ايه. انا عايز تيكست لينز عشر بالزبط. عشر ارقام بالزبط. او عشر قروب. فنيجي هنا نقول له عشر. بعد كده نيجي هنا في error alert. اللي بيظهر لك بقى المشكلة بتظهرها. نقول له ايه. رقم الموبايل غير صحيح. ونقول له اكتب رقم الموبايل بدون زيرو. تمام كده. بالمناسبة يا جماعة. في معادلة حلوة جدا اسمها لين. لين ليه جاي من لينز. لين دي ليه ايه بيساوي لين. لين. ونضيس هنا مساء. قال لك ان لدي عبارة عن واحد وعشر حرف. ان الكلمة دي عبارة عن تسعتاشر حرف. طب لين دي دي تفرق معنا في ايه. نفترض ان انا عايز اعمل داتا بيز. وفيها فيار كاركتر. او اللي هي بيبقى فيها عدد. نعم. صح. فار كاركتر. اللي انا مسلا عايز اقول له مسلا ايه? لما ييجي اقصى اسم عميل يبقى مسلا كام. فبص على العمل اللي عندي. واعمل لين دي عليها. اعمل لين دي. اشوف اكبر عميل مسلا عبد ربه عبد السلام عبد المهي من. السلام كبير ايه. فاتلاقي مسلا اقول لك ايه اكبر رقم جايلك? تلاتين حرفة. فنخليها على التلاتين. بحيث ان هي الفار كاركتر لما يجي دخل اسم العميل مش هيبقى عادلة بالتلاتين. ده فيه ايجاب له اكتبار اسم. فمين ق السمري طبعا احنا خلصنا عفقا. الحمد لله. احنا ده السمري انا اقول لكم على كل حاجة في السمري كلها. ودي كل حاجة تقدروا تعملوا عليه. دوسوا كما اصقا. دي حاجة اسمها لما تيجي تدوس مسلا على كلمة صم مسلا هتلاقي انا قلتك على الصم. لما تيجي تدوس على كونت ايه اي انقلك على كونت ايه. دي بتغير في ايه. دي اسمها لينك. لما يجي نكتب منها مسلا وليكن وليكن. انا عايز بسا عن عصام افس. اعمل هنا مسلا. مثلا ثم إفس ودوسها على كليك يمين وفي حاجة اسمها لينك لينك دي ممكن تعملها أكثر من حاجة ويمكن تعمل لينك أدريس أدريس دي اللي هي بتبقى تحط بوب سايت يعني أنا مثلا عندي قناتي على اليوتيوب ممكن تحطي القناة بتاعك مثلا فيه كمان تقدر تعمل لها لينك بكذا شيت يعني تعمل لها لينك بشيت يعني ده أول ما تدوس عليها يفتح لك شيت تاني خالق بالضبط أو مثلا تعمل لها أو تعمل لها اللي أنا مثلا أقول له هي خليلي سام إفس تبقى تدقل على سام إفس دي كده بمجرد ما هيجا تدوس عليها كده انها قلتلي على سام إفس اسمها لينك تمام كيا شباب؟ تمام اهو اني صح خلص يعني جيت بنا مثلا سام إفس سام إفس وانا عايزة تدقل على سام إفس دي هدوس كليك يمين عليها في حاجة اسمها لينك لينك فبيجي هنا في حاجة اسمها وفي حاجة اسمها وفي حاجة اسمها فأقول له فين اقول له أنا عايزة هالي طبعا انا عملهم رينيم لكل حاجة اقول له سام إفس اي ودوس عليها خلاص كده وصاحب بالمناسبة جماعة رينيم تدوسوا دابل كليك بس على التاب على التاب دي كده يعدل لي كل حاجة كده شباب كده انا خلصنا في كده براكتس كده بسيط لو حابين نحن نعد ده بشام الحاجة كده ده براكتس ده نجابه من مدرسة وجامعة حاجة كده بصر شباب ده هنا المراكمة المسلسل بتاع الطلاب واسم الطلاب وطبعا اللغة العربية بقى واللغة الإنجليزية وهكذا 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 والمجموع المجموع بتاعهم طبعا المجموع ده طبق ايه؟ عشان اجمع ده كله هيبين صمت صح جاء؟ والتقدير بتاعهم جيد جدا وهكذا بقولك درجة النجاح بتاعيتهم من خمسة وعشرين درجة يعني ايه؟ درجة النجاح فأي لغة؟ خمسة وعشرين اذكر بقى ده كلها اعلى مجموعة ايه المعاطلة اللي تجيب اعلى مجموعة؟ نعم؟ ماكس ماكس في المجموعة قلن اعلى مجموعة خمس ومين طب اعلى مجموعة؟ من من على طول اعلى مجموعة مية خمسة ومانين متوسط؟ طب كم طالب حصل على المقبول؟ هيا يا شباب كم طالب حصل على التقدير مقبول؟ ف واحدة بس مفيش حاجة تانية ايه بقى هنا كده بساوي ايه سل فيها كلمة مقبول فاكتبها بأيدي ايوة انا عايز انا ادور على المقبول انا هدور فين؟ فاكتبها بأيدي اللي هي لا يبقى كده كويسة اللي هي مقبول ف واكتب كده مقبول وندوس كده منين في القصد الكوس كده قالي تمنتاشر واحد حصل على المقبول كان واحد جيد جدا كونت كونت اف ايه كده كومة بعد كده اعمل واكتب جيد جدا بعد كده ادوس انتر على طول مش لازم احتاجها اللي انا اقفل ده ما هو كده واحد كم طالب حصل على جيد برضو احنا نوعب بقى نعيد اخذها اخذها نعم خمس وعشرين فين لا دي ما دي جاية هي دي ليها دلالة في عاجة يعني اه درجة النجاح من خمس وعشرين فانيجي نكتب هنا كونت اف وانيجي هنا كومة جيد اه كون طالب رصد كون طالب رصد في اللغة العربية هبقى كونت اف بصوا هركزوا لا 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 نرجع بقى للجدوة لا 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 نرجع للجدوة نشوف احنا قلنا ايه بقى فكرة انت سألتيني في حاجة سلمة سألتيني في حاجة قلت لي هي دي ايه لازمتها هقولك بقى لازمتها ايه كم طالب راصد في اللغة العربية احنا قلنا خمس وعشرين يبقى قل من خمس وعشرين صح او الله سلام عليكم يبقى نيجي نعمل هنا كده كونت اف بصوا هركزوا عشان اللي جاية دي هبقى فيها بقى ايه علامات تكبر منه واصغر منه وحاجات كده كونت اف ايه وهنيجي في اللغة العربية اهي ده احنا مندور في اللغة هتوست غلط لا لا بصوا شباب بصوا شباب باللقطة دي اللقطة دي تبقى كويس اقول لكم بيساوي كونت اف ايه اللغة العربية نقف على العمود اللغة العربية كله صح كده اوه اوه انا بدوس الكده ايه يبقى هنا مرج اه اه دي من ضمن الحاجات الممكن تقابلوها انه لما بجي اقف على العمود كده هنا مرج تحتيها مرج الى هى اه واخده كسه سيلا فلما باجي اقف على اللغة العربية بتلقيه وسعت لي المدى permanente فهنا عشان نعملها انتفادة دي نتفادها كم بدأ ننزل نعمل سي تو سي اللي هي سي آآ تو سي بصوا وريكم الشكل اللي عامل زي دي روح بصوا هنيجي اعمل كده ايه بدل ما يجي اقف هنا كده ما لما باجي اقف ادوس على سي بصوا لو تلاحظوا عامل لي المدى هون اللاول هنا لحد جوه خدت بالكم اللاوضة دي فنعمل ايه بقى ده شايفين دي اسمها ايه سي تو سي صح؟ مش سي مش احنا بندور في لغة عربية بس يبقى نيجي نعمل هنا كده سي تو سي شفتوا ايه حتى عملي عملي على اللغة العربية بس مع انها تحتها بس انتوا بتكتبوها بتختلف اقل من خمس وعشرين تكتب ازاي؟ ها عتبقى اقل من خمسة وعشرين دي ما تذكرني دي بتذكر في Stelle واحنا قلنا اللي اقل من خمسة وعشرين دوس قلي اتنشر طب تبكت اكد من اتنشر دي? ella لا اكد صح؟ اها نقف هنا في اي حتة في الجدول ندوس الفلتر ونجي عند اللغة العربية ونقول له قلم خمس عشرين الى واحد اثنين تلاتة بس كده. مش ده مش ده اه اه اثنين 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 قلم خمس عشرين. كم واحد تعال لكده? اتنشر. كون كون? اتنشر. عددهم اتنشر. تمام? تعال كينا نشوف احنا مطلعين اتنشر ولا لا. اتنشر. اتنشر. وضع الكاشر. ما هي تحتيها مرج. فالمرج لو انت قرت عملت في المعادلة هتلاقي فتحت على المرج كله. بزرعة. فانت تختاري تكتبها بابتك فيجبك العمود كله. بس كده. اللي هي الشفت الطاق دي. ما يكون اقوى بعد كده. بعد كده الكريتيريا انت بتدوري بايه? اللي هو اقلي من خمس وعشرين. مين الناس اللي اقلي من خمس وعشرين? لا 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 لزن منشو موربها. لزن كن او لزن كن. كما؟ شفت كوتيش انه هي? شبابا هي المعادلة هي شبابا. وفي ايه. اه! 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 انا حاضر حاضر! اكبرها لكم دلوقتي! اه! اي! اه! 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 شفت للزان خمسة وعشرين. انت لو ما فلتش هتطلع لك هتطلع لك هتطلع لك ايرو ليبقى زيرو يعني اولا. وضحت كاشر. اتناشر صار? ها نكمل? لا خلص. خلصوا شباب خلص يا. تمام كده كم طالب حاصل على الدرجة النائية في اللغة الانجليزية? تعال نشوف اللغات الاول. انا نشوف الاول. اللغات بكم? اخيرهم خمسين. يبقى اللي جاءت خمسين. اه فقعي. تعال يلا نشوفهم. بيساوي كونت اف. كونت اف اي. اولا هنروح عند اللغة الانجليزية ونقف عليه اهو. نقف عليه كده اهو. برضو لما واقف ايلا حصل? كانت بالك? فتحت على دي تو دي. صح. دي تو دي. دي تو دي. كومة. كومة. ها? دابل كوتيشن. دابل كوتيشن خمسين. عشرة. تعال نجربنا ايكل ايكل ايكل? ايكل خمسين. عشرة. سمعني. عدد الطلاب الناجحين. ها? دي بقى اللي. دي بقى اللي. دي بقى اللي. خد بالك. لا 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 لا. احنا اولا اول حاجة. كزو بس في اللقطة. احنا اولا اولا. هنبص الاول في الجدوة. لا لا لا. طلاب كلها. مش مش تأدير. مش في في المواد كلها. مش مادة واحدة. بصوا شباب. احنا اول حاجة هنبص على التأدير. هنجيب التأدير كله. ما هو التأدير جايد جايد جدا مقبول. كله جاء نجح. معدر اخر. بس هي الفكرة كلها نوت ايكل نوت ايكل 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 ازاي? تعافيها. طبعا. 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 بصوا شباب. نوت ايكل. هننبص على الاول. كون تيف? كون تيف? اين? ونجي نقف عند التأدير. طبعا كده شباب? وبعد كده كماء. الكريتيريا بقى هتبقى ايه? هتبقى تعالا بس اول نعملها كده لول. كون تيف? ونعلم كده عليهم كده هم. طبعا كده شباب? وبعد كده كما. الكريتيريا بقى انت بتدور على ايه كله معادة الراصب صح كده? يبقى نعمل كده. نوت ايكوال ايه بتبقى كده. يو اتنين وصاب بعض. نوت ايكوال يا شباب بتبقى كده. كده هضحت? سنين بس هكمل معادة ايه. نوت ايكوال راصب. راصم ايه. بص اللي هي اللي هي كما وضت. كما وضت. شفت كما وشفت كده عمل. وصلت الصات بعد كده. وصلت بعد كده. تمام كده يا شباب? وبعد كده هنكتب راصي بجنبها وبعد كده نقفل بعد كده نقفل ودوس انتر. قال لي ربا اربعين. هتاكب نقطة دي عشان بصراحة نعم. ايه نعم. ايه. ايه ايه. ايه ايه. ايه صحب. ايه ايه مركز ايه. تام كاشف. تام؟ لا صحب. الا سلنا مسألة دي. محاوش. لا سلنا مسألة دي. والله يا جمال. والله يعيب والله. صح ما ام صح. ام احضاشر وصح. بس عام تكفر بقى. هنيش عايز تكفر. هنيجي ده فينا كده. احنا طلعنا كده اربعة واربعين. 44 نجح مع عدد راسبين يعني نشل الناس الواقع فقط فنأتي بالتقدير ده كده ونشيل في المتراسب دي كده ونقف ونقول قاله 44 طيب كده يا شباب عدد الطلاب الراسبين مكتوبين سمع لك سمع لك سمع لك سمع لك سمع لك انا كتبه تعالوا بقى في القطة دي القطة جميلة بيقول لك ايه؟ تعالوا بس كده في حاجة هنا في الجنب كده انا عايز بس صغر دي كده شوية بس انا بقى شعي تمام؟ تعالوا كده 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 بس بصوا يا شباب بقى دي فعلا فعلا انا مش بحظر فيه شركات فعلا ما عنداش داتا بيز ومعنداش ايه حاجة فبتعمل استمارات بالمنظر ده وبتبقى ممكن تساعد بوالله والله فيه شركات كبيرة بتشتغل بالمنظر ده يعني شركات بتكون قوية جدا في البيع وعندها فروع وعندها كل حاجة ومعنداش داتا بيز فيه يقول لك كل حاجة اشتغل على الاكسل عشان كده لازم ولا بد وحتما اي محل البيانات ايا كان هو اي لازم يبقى اكسبورت في الاكسل الباور بي اي قوي بكل حاجة بس الباور بي اي انت مش بتستغل بيه كل يوم يعني فيه شركة دولاتي انت مش بتستغل بباور بي اي كل يوم الاكسل لكل يوم الاكسل بتهلي كل ساعة كل دقيقة اكسل يعني البعض للشيء حتى مهما ان كان اي حد بتاع الاكسل يقولك انا عريز اعمل لك تأكسبورت الكستمر على الاحل حتى الدايتا لو بتطلع في شكل الاحل مثلا سيكويل او بايس او اي واحد يقولك لا 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 انا عريز اكأنك تأكسبورت الحاجة على الاحل يعني بتطلع ايام الاحل اعمل على الاحل في مين هصد يا شباب تعالوا مسلا نشوف الحتة دي حتة دي جاميلة تعالوا مثلا استمرت اندخيل بيانيات يقول لك الكود ورقم مطلب ويقول لك الكود لا يتعدل خمس حروف تتوقع ايه؟ نكتبها ازاي؟ اكتبها ازاي؟ نكتبها ازاي؟ داتا باليديشن ايش سغل ده كله على داتا باليديشن هنعلم كده على الكود ده كده هنقف على الرينج او شوية السل اللي احنا عايزين نعمل عليها الكنترول ده هنقف عليها وندوس داتا بعد كده داتا باليديشن وبعد كده اجي عند سيتنج دي واختار عند حاجة اسمها هول نمقات يقود لا يتعدل يبقى ما يتعدلشت خمس حروف يعني اخره خمس حروف ويقول لي بتوين او لا انا عايزه ايكوال تو وخمسة فبمعنى اقول له واحد اثنين ثلاثة رقعة خمسة قبلها لكن انا اضطروا واحد اثنين ثلاثة وصلت وصلت انا صح صح انبي صح يبقى يبقى مزر خمسة. يبقى مزر خمسة مع الادية. يبقى مزر ستة مش خمس هيبقى. مزر ستة. علشان اخوه يبقى حمسة.زبط. ندوس اوكiyim؟ صح انا انا هنجد بيديها اسأل asked well along with big on hammer. منكتب هنا واحد. ننتم ثلاثة الفعة. عمل هالي. واحد انو ثلاثة. عمل هالي. واحد انو ثلاثة. فاحة. عمل هالي. واحد انو ثلاثة. فروحها. 있습니다. كده احنا طبعي. يبقى نختار ولكن لذن نكتب ست حروق. هل تعلم كده؟ لا احنا مش حظيم بقى. مش كل شيء فقط تغير. لا مش لبارك. الاستمارة دي هتكون بعيتها لناس عندك في الشرك مثلا. او لو كده يبقى لو بتبعتها بقى الجمهور او لحد مثلا. لا دي بقى لازم تكتبها له. رقم الطلب. يقول لك رقم الطلب ما بين المية والالف. صح. بس متوين في ايه بقى؟ تعال نعلن كده. ونعمل كده data. ونشوف. هنا هنا. يبقى نختار ما بين المية. ما هو رقمه. ما بين المية والالف. مية. وهنا الميني من مية وهنا الف. ندوس ايه. اه ندوس هنا. ندوس حكي. فهنا هنا كتبت خمسة وخمسين. لو كتبت مية واثنين. قبل. لو كتبت الف ونتين. لا. حلوة. حلوة. حلوة المتعدة. تفر معك اقف شغلوك. تاريخ الميلاد ما بين الفين و الفين و الفين و عشرين. ها. صح هنقول. سدقنا انا بس اللي سيبها لها المنتجة. هنختار هنا ال date. وهنقول له. بتاعنا يبقى ايه? هنقول له من الفين. يبقى من واحد واحد الفين. واحد. واحد الفين. احد اثناشر. افع و عشرين. أين ضربوا. افعو عشرين. صاحب واحد اثناشر اثناشر اثناشر. صاحب. لا تقاني الساحب. يبقى 12 و 31 هنا يبقى 12 و 31 هنا يبقى 12 و 31 لان فينا الشهر قبل السنة 12 و 31 20 و 24 يا جماعة بجد فكي طبعا لو احنا كتبنا مثلا 1 و 1 996 المشكلة فيها غلط لو انا كنتم مثلا 1 و 1 ألفين و 1 تمام طبعا مكان الولادة يحدد من قائمة احنا قلنا هل انت مصر قلت له نعم او لا كتبت له في نفس السورس طب لو انا عندي مثلا اخترني مثلا مكان الولادة كتب حوالي 30 اخترها ازاي من لسنة بالضبط هنعمل سيلكت بالضبط نخترها ازاي بقى هنا كده علمين شوية انا كنت اكتبها لكم انا كنت اعملها هنا وضعا هي المفروض هنا طب ماشي طب نكتب هنا الكاهرة الاسكندالية الجيزة اليوبية 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 ايه تاني مثلا شرقية غربية مكان الولادة نعمل ايه بقى نعمل انا نعلم على وعاك نعمل ونقول له بس يقول لي السورس بدل المكتبها لقول له شايف علامة السامة ده ندوس عليها كده ونروح رايحين على مكان الولادة او كده وضحت ندوس انتر فقال لي من الجزء ده للجزء ده وضحت ولا ايه كويس اه ندوسه كين لو تلاحظوا هنا ظهر علامة ايه الارو دي ندوس عليها قالك اسكندالية جيزة حلوة ممكن كمان تزود كمان لو انت عايز تزودها هاكتك قسوا اتعمل وتيكي هنا كده تروح مزود لتحت شوية حيث لو انت عايز تزود ايه تزود اماكن جديدة صحة ايه 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 لو تلاحظ احنا هنا ما ظهرش البلانك احنا عملنا اكتر من كده لكن انا جيت مثلا كده هنا مثلا المنصورة وغير هنا كده المنصور تزهر اهي لاحظة بس كده معلش هنيسم اعطلها تانية اهي اه اه معلش تلاحظة مستعمل حاضر هنيجي نعمل هنا كده حاضر ونيجي نعمل هنا كده ندوس كده ونيجي هنا كده هيقول المنصورة وفي فاضي لما اجي هنا اكتب مثلا في المنصورة دي مثلا مكان المنصورة مثلا اكتب اه اي حاجة مثلا زي سوهج مثلا سوهج واجه هنا كده واختار هنا كده ظهر لي سوهج خدت بالك انت تسيبوا مساحة تحتية بعد كده انتوا عايزين تزودوا اماكن تزودوا بدلا ما تجيوا تعدلوا وتروحوا تعدلوا بالعلوان ايه العلوان احنا معرفة تعلم الكاهرة الاحما صح احنا دلوقتي ان اخترت صح بتقولها فكريد بشي احنا شرحنا فقول له ايه انا عايز اقول لو ما تيجي الكاهرة لونلي اللون ده بصي هنيجي نعلم على كده وهنيجي هنا كده وهنيجي هنا عند وهنيجي هنا عند هايلايت تكست زاد كونتين الكلمة اللي تحتوي على ونجي هناك نكتب الكاهرة 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 لسه ما ظهرتش فبيقول لي انت عايز لايت ريد اقول لا انا عايز اغيره بييلو جرين او جرينا يعني لما تيجي الكاهرة تلون لون اخضر حفيف وندوس اوكي الكاهرة لسه مجادش لما اجدوس هنا واعمل هنا الكاهرة انا اكيد كتبها غلط انا اكيد انا كتبها غلط الكاهرة بصوا هنا ايش اخدت بالكو هنا انا كتب الكاهرة هنا تلاتة الف يبقى اعمل هنا كده وامسح هنا واحدة بس كده منه ودوس اوكي ودوس اوكي يعني حتى الحرف بيختلف على فكرة بصوا الكاهرة ايه خدت بالكو تقدروا تعملوا اسكندرية وكده طب انتوا عايزين تنسحوا الكونديشنال فورماتينج تيجو هنا كده في حاجة اسمها منتج رولز او تعدل على الرول ما انت عامل لها زي رولة تيجي هناك انت كل رول انت عاملها كاهرة وممكن تعمل مثلا ايه دوبليكات الرول دي وتخليها على سوهاج ندوس لابل كريك عليها ونخلي دي سوهاج سوهاج ونخلي الفورمات ده نخليه مثلا باللون الاحمر والفونت يبقى باللون الابيض وبولت يبقى دخين ندوسه كين وندوسه كين سوهاج لسه مجادش لكن لما اجي اختار هنا اواجي اختار كلمة سوهاج حلوة دي؟ طب كيا يا شباب؟ انا خلصت الحمد لله البراكس زي موجود انت عايز ان تعملوه اعملو بصوا بقى شباب بقى عايز بس اقول لكم على حاجة لو انتوا عايزين تنزلوا data data تشتغلوا عليها في او تشتغلوا على موقع بيتطلع لكم حاجات بالاكسل الاحسن في موقع اسمه ده روعة ده في كل حاجة على حقيقة ده نشوهاج بسه بصوا 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 شباب اسمه حسن عيز بابعنان يقوله انه الي سحدث ما انت اغتير اغتير الاحسن في موقع سوى الشركة ايجيب لك كل الأحسن الاحسن فيها arrot كل حاجة وايضا فاتح إن شاء الله المحاضرة دي كانت محاضرة كده خفيفة المحاضرة الجاية تبقى ستبقى حاجة كده أعلى شوية أنا شرح فيها حاجات فيها تعقيد شوية طعم كي شباب أنا كده خلصت إن شاء الله المحاضرة الجاية سترسدك إن شاء الله مصدقين يعني أنت مهتمة يعني أنا شايف من الأول إذا كنت شوفتها لابدت مشرح لبايزك بالله موما يفاشق أقول له إن معادلة صام إفن من غير ما يعرف معادلة صام الأول صح الله ألا أو سلامه عنه بكو أنا بس في حد مسألني أو في حد مسألت أوليبا كان هناك حد مسأل حاجة شايت فيش حاجة فينشات فيش حاجة طبعا انا كده خلصت يا شباب اه في صح في في موقع بسيط جدا تقدروا تنزلوا عليه داتا داتا وداتا تكون في موقع اسمه كاجل كاجل اسمه كاجل كاجل ده ده بي نزل عليه داتا في كل حاجة داتا في السيلز اللي عنده عزيني طب وارسل عن فكرة كاجل ده تفيني كتير او في في البيب التيم والعرفات بالضبط كاجل ده من اشهر الحاجات كاجل ده فانا في الداتا ساينز في كاجل ده مشهور جدا تقدروا مسلا تخش مسلا تدور عليه مسلا بتدور على سيلز مسلا سيلز زي ايه يقول لك السيلز دي موجودة وتقوله كمان انا عايزك تنزل لي السيلز دي اكس ال اس اكس اللي هي صيغة الاكسيل او او بي 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 اي اكس اللي هي بتبقى باور بي اي دي سيغة باور بي اي بي اي اكس تمام فتقدر مسلا انا اخترت اكسل عاجة دوس مسلا على مبورديني سيلز مسلا او او برودكت سيلز داتا سيلز واجهة عن داتا داوانلود تنزل داوانلود جدا 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 مضاعب اصال اي بقى كويس جدا بي بقى سوبر ماركت في كزا حاجة جدا يعني في اكتر من داتا تقدروا تشتغلوا عليها دا قديدس على فكرة انا كنت كان في واحدة معي اشتغلت على قديدس دافا سيلز داتا سيب على باور بي اي بعمل داش بورد من من الداتا تقدروا. هم كي اشتغلوا؟ سوكنا جدا لان خلطوا.